تسريبات وأزمات وكأنك يا بوزيد مغازين قلنا هنعمل دور استثنائي بنظام مختلف علشان الجاكتة تزبط قام البنطلون ضرب أزمة كبيرة في أول أسبوع وإحنا لسه بنقول يا هادي وكأننا مش مكتوب لنا نركز ونستمتع بالكورة بس طب لحد إمتى يحيينا ويحييكم ربا يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة هنتكلم كثيرا عن وضع التحكيم والأزمة القائمة واللي حصل واللي جارة واللي هيجرى والكلام الحلو واللزيز ده اللي ايه نحب نعيش فيه طول الوقت في كرة القدام المصر بس لأنه خبر عاجل وحدث منذ لحظات قليلة جدا فأقول لكم الخبر الأول بعد كنا نخش نتكلم في حيات كتيرة الخبر هو الزمالك ينهي رسميا تعاقده مع سامسون أكينيولا اللاعب منذ لحظات قليلة وقع المخالصة واللعب أصبح خارج نادي الزمالك بشكل رسمي بعد كثير من المفاوضات مع اللاعب لتقليل مستحقاته المالية وبصراحة شديدة من لعب دور البطولة في هذا الأمر وأنهى هذا الأمر بحسن معرفنا وبحسن معرفنا تفاصيل الجلسة اللي كانت من شوية هو كابتن حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تعامل مع اللاعب وتعامل مع محاميه وقدر ينهي كافة الأمور المالية مع اللاعب واتفق مع اللاعب ومحاميه أن المقابل المادي اللي طلبوا اللاعب اللي هو يزيد قليلا عن نصف مليون دولار يتم تقصيته على عدة أقصات بمسافات بعيدة يعني حتى الزمالك لأنه يتحمل بلق فلوس كده أو رقم كبير في الوقت الحالي على أقصات بعيدة المدى وهنا انتهى مشوار سامسون أكنيولا مع الزمالك رسميا مشوار كان مشوار سيء جدا بلا أي فائدة بلا أي إضافة صفقة جات بدون عنوان واخد فلوس كتير قوي بدون داعي بس خيرا فعل نادي الزمالك أنه أخيرا قدر يفضي مكان لأجنبي جديد قد ينضم للفريق في يناير بعد رفع يقاف القيد مين اللي هيجي مكان سامسون أكنيولا؟ قولا واحدا أوفي إيجاريا اللاعب الإنجليزي اللي جي فترة في نادي الزمالك عمل معايشة من شهر تقريبا وبعد كده مشي جوزي جوميز مقتنع بي جدا هيخش مكان سامسون أكنيولا في قائمة نادي الزمالك بمجرد رفع يقاف القيد في مستحقات باتشيكو مرة أخرى خبر عاجل من رقم عشرة الزمالك ينهي رسميا تعاقده مع سامسون أكنيولا دا الخبر نيجي بقى عند الحدث حدث إيا يا جماعة قصة الكابتن محمد عادل واللي حصل في مباراة الزمالك والبنك الأهلي والتسريب الصوتي من داخل غرفة الفور همشي معاك وحدة وحدة وبهدوء شديد هحاول يعني ونمشيها وحدة وحدة أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم كده يا جماعة التسريب الصوتي دا في رأي الشخص مش في رأي في رأي المهني دا كان انفراد صحفي كبير زمالنا المميز أحمد عبد البسط انفراد صحفي كبير والربط بعض الناس ربطت انه يا جماعة لا تسريب التسجيلات دا حاجة مش كويسة أو حاجة ما نحبش ندعمها أو حاجة ما نحبش نساندها طبعا طبعا دا لو راجل بيكلم خطبته بيطلب إدها للجواز فسربنا المكالمة دا أخ بيتخاني مع أخوه على ورس فسربنا المكالمة دي حاجات مرفوضة طبعا لكن ايه ايه دا مش تسجيل على الموبايل يا جماعة تسجيله غرفة بار يحاسب من صربه يحاسب من صربه هذا التسجيل من داخل بقى الاتحاد من داخل لجنة الحكام من براهم يحاسب ولابد أن يحاسب لابد أن يحاسب بس أنا كصاحة فين عملت شغلي وبناجح شديد حط دي بقى على جنب اللي بعده اللي بعده تسجيل اللي طلع دا بالمناسبة كابتن محمد عادل راح نيابة وبيشكك في التسجيل وأنه دا مش صوته وهو قال كده في تصريحات صحفية ومحاميه برضو تتحدث عن هذا الأمر فمش هجزم أنه هو التسجيل لو كابتن محمد عادل مش شايفه التسجيل ما قدرش يعني أنا كريم ما عندش دليل بس لو صح هذا التسجيل فاحنا أمام كارثة حققية وكارثة نتائجها بعيدة المدى كمان مش بس قصيرة المدى يعني إيه بتقول إيه فصر كلامك يعني دلوقتي اللي حصل في مباراة الزمالك والبنك الأهلي النتيجة مش هتتغير مبدأي يعني إيه مش هتتغير يعني حسن ما عرفت من مصدر مسؤول في ناية الحكام أنه اللي يعيد المباراة لو كان فيه خطأ إجرائي يعني مباراة الشوت 45 دقيقة الحاكم ليه عبر 40 دقيقة تعاد المباراة فيها خمس دقيقات فالحاكم عمل ستة تبديلات تعاد أخطأ إجرائية يعني مش أخطأ فنية حتى لو كابتن محمد عادل كان شايفها مش ضرب الجزاء وراح تسبع ضرب الجزاء لا تعاد المباراة فكلمة تعاد المباراة دي مش موجودة في الموقف ده ده واحد اتنين إنه كابتن محمد عادل لو صح هذا الحوار والتسجيل الصوتي بما إنه الراجل راح طعن فيه في النيابة العامة وقال إنه كان ده مش حقيقي فمش عايز أجزم لو صح هذا التسجيل الصوتي فأولا في التسجيل يعني في خطأ في الحوار أصلا الله يخرب بيتك يا أحمق الله مش عارف إيه الصيغة بتاعت الكلام ده مش اتنين حكام يتكلموا بيها على تقنية الفار عشان التقنية دي بتروح للإيفاب اللي هو اللاجنة الحكامي العالمية وبيروح للفيفا وبيتطلع عليه الاتحاد المقر كل الأمور دي فلازم يبقى الكلام فورمل رسمي رسمي ما ينفعش يبقى كلام كده احنا عادينا ننسو حب أو بنتكلم مع بعض في التليفون فالصيغة أصلا غلط تاني حاجة بس اللي أقول لك دوت بحسب مسؤول لاجنة الحكام قال لي أنا أعطاكي التسجيل الصحيح قال لي كده ناص بس مش كامل بس مش كامل فأنا تلقائيا قلت له ايه ما تزيعي الكامل يعني لو ده مش كامل زعلنا الكامل يعني هو يقصد انه مثلا التسجيل واقف عند فكرة انه محمد عادل مش مقتنع باللقصة فهو مسؤول لاجنة الحكام ده بيقول لي انه لا ما هو ممكن يبقى مش مقتنع في الأول وبعد كده جاب له كذا زاوية أو كذا حاجة فاقتنع فقال له خلاص هحسبه دي ما جاتش في التسجيل اللي أزيع مش معاك ورهوني سمعوني أدام بقى فيه مشكلة كبيرة سمعني حاجة كمان ليه الموضوع ده رايح لسكة جماهرية يعني ايه يعني الزمالك وجمهور الزمالك يعتقد انه ده هيمسل لغط على الحكام في المباراة اللي جاء للزمالك وممكن ما يبقوش عادلين مع الزمالك نحن التانية الأهلي وجمهور النادي الأهلي شايف انه ده هيكون ابتداد لمجملات هتحصل للزمالك وهتبقى ضد النادي الأهلي احنا في مصيبة كلنا أصلا ما ينفعش لقتي طرف من الأطراف يحس ان الموضوع عليه هو الوحده لا الموضوع كبير جدا خطير جدا خطير عشانك أولا انه كل الأندي هتطلب بعد كده كل التسجيلات الصوتية بتاعة الفور في الحالات المسيرة للجدل وهقول لكم إذن كان ده حقوم ولا لا هقول لكم بعد شوية تاني حاجة احنا هنا التسجيل ده لو صح الشكة أصلا اللي كان موجود في الحكام من الجماهير ومن الإدارات وابقى يقين فمصيبة هنعدل ده ازاي تاني بقى تلاتة وده الأهم بقى بكتير من كل ده بقى هواحنا عن نفضل لحد إمتى في حالة أنا أقولها بصراحة وأمري لله في حالة العك اللي بيحصل داخل لجل الحكام بمختلف الأسماء والله مش أسماء بعينها بس دايما فيه دوشة هنا فيه دوشة داخل هذه الأسرة الكريمة يعني دايما يقول لك أسرة التحكيم والله من ساعة موعدة على الكرة ما شفت أسرة ناس تتناحر وعمل مشاكل لبعض وعمل أزامات لبعض وبيقطعوا بعض من الدرة ودرب تحت الحزام وكسوا حكايات يعني فيه سيناريو بيقول إنه ممكن يكون التسريب اللي حصل لكذب محمق العادل ده من داخل لجل الحكام نفسها دي تبقى مصيبة لو ده حصل أنا مش جاية التحقيق فأنا مش هجزم بده بس نحقق ورجاءنا يا جماعة نفسي يبقى عندنا مسؤول في الكرة في مصر نفسي يا فاندب ساهمنا ليه كلنا نسرخ ونزعق وننتقد ونهاجم وعندك حل من الاتنين يا تطلع تقول الكلام ده غلط بالأدلة يا تقول الكلام اللي تزيع ده غلط بالأدلة وندعمك لو قدمت أدلة محترمة يا تطلع بكل بساطة بكل بساطة تعتذر تقول والله كان فيه خطأ في المباراة دي بيان كده من اتحاد الكرة بيان من لجنة الحكام والله كان فيه خطأ وسنحاسب من أخطأ وهنتعامل في المباراة اللي جاي بشكل فيش هافية أكتر وهنعمل مش عارف إيه والله عادي ده ده بيحصل فين يا جماعة بيحصل في أكبر دوريات العالم في انجلترا وفي ألمانيا وفي أسبانيا وفي إيطاليا أو في فرنسا لما الناس أو الحكام بيغلطوا بسرعة تلاقي الحكام طلعت بياني اعتزار تلاقي الاتحاد طلع بياني اعتزار أنتوا سايمين ده ليه في الدوشة دي بعدين يجي يلوم عليك يا ده يمي اللي بيشتغلوا في التحكيم في مصر يقول لك بس أسلوه لله أو اتحاد الكورى يعني لك أصل العلام الرياضي بس لو يدينا دعم معاك والله ده أنا نفسي الحالة تبقى حلوة معاك بس أنا احنا النهار ده مثلا في رقم عشر وكل زماني ان انا متأكد تكلم حد من اتحاد الكورى يا فندم عايزينك تطلع توضح الأمر يقول لك لا لا والله مش ينفع دلوقتي الدنيا صعبة جدا تتكلم حد في لاجة الحكام يقول لك والله لا لا الدنيا صعبة جدا مش نعرف تتكلم دلوقتي وما مين لها يتكلم مين لها يتكلم مفيش حد عنده جراءة مفيش حد عنده شخصية مفيش حد عنده مسئولية خليك مسئول وبعدين فيه المتحدث الرسمي لاتحاد الكورى مثلا انهم اللي كان قائم بقصة دي الدكتور إيهاب الكومي طبعا ما عمتش بش ينفع يتكلم ليه يا عم اطلع اقول لنا كلام نظري اطلع اقول لنا كلام نيمنا بشوية اطلع اقول لي بس هو احنا هنعمل تحية هياخد 48 ساعة بعد 48 ساعة هنقول لكم التحية حصل فيه اطلع اقول اي حاجة خلي الناس تسكت كلنا نسكت انا عايز اسكت اللي احنا فيه ده خطير جد خطير جدا وسايق جدا طيب ايه اللي هيحصل ايام اللي جاية ايام اللي جاية احاول لك المعلومة وهكمل لك بعد كده تفاصيل كابتو محمد عادل مبدئيا كده هيبقى بعيدة عن مباريات الزمالة كلها ده مبدئيا ممكن يبقى بعيدة عن كل المباريات ممكن يبقى موجود في الدولة المحترفين بس ممكن يبقى موجود في الفار بس ممكن يبقاش موجود خالص خالص هتقول لي انت بتحط الاحتمالات كلها هقولك عشان انا عندي معلومة المعلومة دي الجزم بيها دلوقتي وفيه تحقيقات في الامر هيبقى حرام هيبقى مش ضمير المهني بس كل الامور وردة الاكيد المعلومة الاكيدة في قصة الكابتل محمد عادل انه مش هيحكم للزمالك مش هيحكم الاهلي على الموسم ده اللي هو اخر الموسم دي مش هيحكم دي المعلومة الاكيدة الباقي بقى انه يلعب دوري محترفين بس انه يشتغل فار بس انه يدير بعض المباراة البسيطة مش جماهرية في الدولة المصري كل ده في مجال التحقيق تصوري بقى ده تحليلي للامر انه لجل الحكام دي كلها هتمشي كلها هتمشي وهيجي خبيل اجنبي وبالمناسبة يعني شي بش يذكر يعني ما تصدقوش ان كلاتنبيرجي وبريرا فشل ما تصدقوش الكلام ده ده اللي كان قسرة التحكيم بيطلع يقول هن عشان يبعدوا الناس اللي كان بتشتغل او الناس المحترف يقولوا لك ليه عشان انا عايز اخد مكان انا عايز اخد مكان في اللاجنة وبعدين انا مش فاهم انتوا ليه بتتنحروا كلكم على لجنة الحكام كده ايه المكاسب اللي في لجنة الحكام ما عرفش بصراحة اكيد الرواتب قليلة واكيد انتم بتستفدوش استفادات كبيرة ليه التنحر ده وليه اي خبيل اجنبي بيجي بتدوره كتف محترم وانا بقول لك اقول لو جي خبيل اجنبي ايه تالت هيتاخد كتف محترم ده احنا اول اسبوع اول اسبوع في الدولة وما اللي جاي هيحصل في ايه انا في اسبوع هيبدأ بكرة انا مش عارف هيحصل في ايه انا مش عارف كل ده كان هيخلص بايه بقى بيان اعتذار بيان توضيح يخلص كل الكلام ده ما تتكلمش حتى لو انت مش عايز تتكلم للاعلام او توضح للاعلام طلع بيان رسمي في توضيح او اعتذار احكي لك حكاية لذيذة هاورد ويب ده واحد من اعظم الحكام اللي جنب في التاريخ هو رئيس لجل الحكام حاليا في انجلترا فيه كان مباراة بين منشستر يونيتد اعترف بيها منشستر يونيتد وستهام اعترف انه كان فيه ضربة جزاء احتسبت ضد منشستر يونيتد وخسرت بسببها اعترف بعد المباراة على طول بالمناسبة الخطأ ده في ضربة الجزاء دي تسببت في اقالة المدرب بتاع منشستر يونيتد ايريك تينهاج ايريك تينهاج مشي بسبب المباراة دي وبسبب ضربة الجزاء دي اعترف الراجل هاورد ده بيعمل ايه في انجلترا احكي لك حكاية لذيذة وفي 2022 لما جيه قدم مقترح انه الحكم وتعامله مع غرفة الفار التسجيل ده يعني يبقى موجود للناس كلها من امتى من سنتين تلاتة واقترح انه يطلع في برنامج اسبوعي هو اللي اقترح انه يوضح الحالات الجدلية ويوضح كل غلطة في القرارات فاكرين المباراة بتاعت ليفر بولو توتنهام السنة اللي فاتت فاكرين كان فيه تسلل احتسب على لويس دياز كان هو سجل هدف والتسلم كانش صحة خالص عارف في انجلترا عامله ايه بسرعة بسرعة راحو زايعوا الحوار اللي حصل ما بين حكم المباراة وحكم تقنيه دي الفيديو للشفافية وللمصداقية بس حكم المساعدة لأمور عادية اللعبان يامسكان بعضهما مهم يعني بالمناسبة يعني الكلام كان فورمل كلام رسمي فش الله يخبر بيتك يا مش عارف مين يا مش عارف ايه فيش الكلام ده ها مش عاردين على القهوة او بنتكلم في التليفون كلام رسمي فورمل يا جماعة احنا بعيد ومصممين بأبعاد ليه كده الناس عمات سبقى لبكتير وحاجات سهلة يعني مش بقولك مثلا ايه انت بتخصب يرقى بتخترق الزرة مش بقولك تعمل كده انا بقولك نعمل الحاجات العادية نعمل الحاجات العادية وبعدين بقى يلا بقى الشيء بالشيء يذكر يعني تعالي لنا عشانا اريد اقولك حاجة حكيلك حكاية لذيذة هو يعني ايه اصلا لجنة حكام بيديرها اتنين ما فهمش رئيس ايه دحكة ده هننظر واحد قائم بأعمال رئيس اللجنة واحد تاني مدير فني لللجنة اللي هو الكابتر ابراهيم نور الدين واللي قائم بأعمال رئيس اللجنة هو الكابتر محمد فاروق وبالمناسبة احنا النهاردة هنتكلم بصراحة بقى اللي بيدير اللجنة هو ابراهيم نور الدين اللي هو المدير الفني اللي مفوت تحت الكابتر محمد فاروق واللي اتنين اصلا مش رؤساء اللجنة ايه ده واحنا مدقين موسم ليه ما يبقاش فيه رئيس لجنة اصلا ليه اصلا ما قولتش محمد فروه هو رئيس اللجنة وخلاصنا ليه قائم بأعمال ليه ما قولتش ابراهيم نور الدين هو رئيس اللجنة وخلاصنا يعني كابتن بريم متحدث جيد للإعلام يتحدث طول الوقت تلفزيونيا وصحفيا وكل شيء لما حصلت المشكلة اختفاء ليه اختفاء تطلع الكلام بقول ووضح بقولوا انتوا يا جماعة انتوا غلطانين السورة صحيحة كذا بداية مش حلوة بصراحة يعني شخصيا يعني من أكتر الناس الدعم دايما للتحكيم وبشوفه دايما مظلوم من الجماهير وبشوف ان المنظومة دي عشان ملهاش جماهيرية فالناس كلها بتاكلها بس انا وغيري ندافع عنك ازاي وانت مش عايز توضح الصورة الصحيحة او تعتذر تقف لو اعتذرت هطلع شخصيا يعني اقولك ايه يا جماعة ما حصل في انجلترا وحصل في ألمانيا وحصل في اسبانيا احنا يعني احنا مش هنغلط ما احنا كلنا منغلط وعادي ولازم نحسن النية بالناس كلها هعرف مش هالك وبالمنطق يعني وبالصح وبالعدل مش هجاملك يعني سيلا تعملش كده حد طب انت سايب لنا ايه دي حكاية نادي الأهلي من طرف آخر يعني كسف اتصالاته طبعا باتحاد الكورة عشان يضغط اكتر لاستجدام خبير تحكيم اجنبي اللي قاعد لك الحكامو ده اللي كان الاهلي طلبه في بقان رسمي منذ ايام قليلة طبعا بعد قصة التسريبات وقصة المباراة الزمالك والبنك الاهلي وكان له مطالبات عديدة يعني ابرز المطالبات اللي طلبها النادي الأهلي من اتحاد الكورة تحديد الموقف من تسريبات غرفة الفار في مباراة الزمالك والبنك الاهلي طالب كمان النادي الأهلي اقالت لجنة الحكام حال ثبوت صحة التسريبات اللي تم تدولها مؤخرا لأني كمان طلب السماح وده طلب انا شايفه منطقي السماح للأندية بالاستماع الى حوار غرفة الفار في المواقف الجدلية اللي تؤسع يا تايج المباراة لأني كمان طلب سرعة تسناد منظومة التحكيم الى خبير أجنبي لينقص بطولة الدولة المصرية وانا بقول لك بعد اللي حصل في مباراة الزمالك والبنك الاهلي وقتوابعها ما بقاش فيه مخرج غير انك تجيب خبير أجنبي اشتار ولو عانت ولو استنيت ولو سبرت شوية ولو اعتمدت كالعادة على فكرة النسيان انا بقول لك هو اللي جاي أصحب فبدري بدري نحل الأمور طيب سمعوني بقى ولا مش عارف اكيد ما سمتحقوش يسمعوني يعني بس اتحاد الكرة نزل حالا بيان نزل حالا بيان البيان جاء فيه التالي نظرا للأحداث اللي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرا فيما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد في مباريات الفار دوري المصري الممتاز قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم فتح تحقيق الشامل حول تلك الوقاعة وسيتم عرض نتائج التحقيق خلال اجتماع مجلس الادارة الطارق المقارن العقاد وغدا الخميس لاتخاذ القرارات المناسبة مش برافو سبحان الله سبحان الله لسه بقولك من لحظات ايه طلع لي يا اخي بقى نقول لي حتى حقق في الموضوع مش نشوف التحية بكرة يا صلي ما فلقتش وإن كان التسريبات دي طلعة بقى لها 24 ساعة 24 ساعة عط 24 ساعة عشان تقرر تكتب الكلمتين دوري بسرعة بسرعة يا جماعة احنا في عصر السرعة بقىش نساعده بقى كتير قوي في حياتنا كتير كتير كل ديها بيحصل حاجة تتأخرش خليك واضح وصريح ايه المشكلة لو انت بالمناسبة بعد التسجيل ده مدزع مباشرة طلعت الكلمتين دول انا والله هعمل تحييق بشأن هايز الوقع براحتك بقى قول بقى سأنا هعمل التحييق دوت واخلصوا يوم الخميس هاستنى 48 ساعة واخلصوا هاستنى 72 ساعة خلصوا هنقعد نستنى معاك بس حسسني انك موجود معايا وببساط ماشي احجي متأخر احسن مكان ما يجيش خالص تمام دي حكاية مش هطول فيه اكتر من كده عشان ايه ولسه معايا بعد شوية كابتن جاد عشان نتكلم في كل هايز الامور اكتر واكتر كمان لاهلي بكرة هيواجه زد مواجهة كبيرة جدا ومواجهة قوية جدا ومهمة جدا 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 اعتقدت مواجهة ممتعة جدا قائمة النادي الاهلي لهذه المواجهة هيكون فيها في حراسة المرمى محمد الشناو مصطفى شبير مصطفى مخلوف في حراسة المرمى في الدفاع خالد عبد الفتاح عمر كمال يوسف ايمن اكرم توفيق رامي ربيعة وياحيى عطوية الله يعني يا ياسر ابراهيم لسه غايب واشرف داري كمان لسه غايب بس من المناسبة سنايات الدفاع بكرة هتبقى خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة خط الوسط فيه احمد نبيل كوكا مران عطية عمر السلية محمد مجدي افشا امام عشور وعمر الساعة ايضا يعود لقائمة النادي الاهلي في الهجوم حسين الشحات وردة سليم وطاهر محمد طاهر وبرستا ووسامة ابو علي والعائد ايضا محمود كهربا دي قائمة النادي الاهلي لمبارات زاد ياسر ابراهيم مستبعد بسبب اصابة في اسفل عضلات البطن محمد هاني اصابة الروباط الصليب اشرف داري اصابة في كحل القدم كريم الدبيس استبعاد فني كريم ندفد اجاد في عضلة السمانة محمد عبدالله استبعاد فني سامير محمد ومصطفى ابو الخير استبعاد فني دي قائمة النادي الاهلي للمواجه نروح للزمالك فيه تخوف داخل مجلد ستدارة نادي الزمالك اللي انا كنت لسه بقول لك عليه من شوية من فكرة اكترح ان النادي يعمل بيان رسمي قبل مطش اسموحة عشان يقول ان فيه تخوف من ترهيب الحكام قبل مواجهة أمام السموحه وقبل باقي المباراة الدوري كابتر حسين لبيب رفض هذا الاختراح وقال بلاش نستبق الأحداث ونسيب الأمور نشوف أخيرها إيه تصرف حكيم من الكابتر حسين لبيب مش وقته يعني مش وقته إيه نزود الأزمة أزمات يعني نهدى كلنا يا جماعة شوية نهدى كلنا نهدى شوية اللي يقدر يهدى يهدى يعني طيب كان فيه كلام كتير أول نهاردة تقال عن اقتراب رحيل جوزيجو ميز عن نادي الزمالك وتحديدا بسبب عرض من نادي الاتفاق السعودي إنه يضرب الاتفاق السعودي خلفا ليه ستيفان جيرارد أحكي لك الحكاية جوزيجو ميز دايما عنده عروض من الخليج كان عنده عرض من إيران قبل كده طول الوقت عرض الاتفاق ده الاتفاق ما عرضش على جوزيجو ميز إنه ييجي الفريق بس أحد الوكلاء عرض على الاتفاق أحد وكلاء اللاعبين عرض على الاتفاق إنه هو يجيب لهم جوزيجو ميز طيب جوزيجو ميز رغبته إيه جوزيجو ميز مش عايز يمشي من الزمالك على الأقل لنهاية الموسم الحالي مبدأي وأنا كنت اتكلمت معاكم قبل كده إن جوزيجو ميز عجبه البطولات والإنجازات اللي بيعملها مع نادي الزمالك أي مدرب أجنبي يفري مع الأمور المالية بس هو عند جوزيجو ميز مش أولوية تيجي في المرتبة التانية بعد النجاحات وأموره شبه مستقرة في نادي الزمالك الرواتب بتاعتهم بتأخرش كتير وحتى ما بتأخر هو مش من الناس اللي بتقفش على طوله بتتدائق على طول فوضعه مستقر إلى حد كبير في نادي الزمالك إذ على الأقل مكمل مع نادي الزمالك لنهاية الموسم دي أحكاة ممناسبة المدربين النادي الأهلي الله يسامحوا النادي الأهلي الله يسامحوا في مدربين كتير في العالم بيضعوا على النادي الأهلي خلص على الراجل خلص على الراجل النهاردة نادي العين أعلن رسميا قالت مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني للفريق طبعا بعد الخسارة من الأهلي في الانتركنتيننتل ومؤخرا الخسارة أمام النصر في الدوري أبطال الأسية طيب مين اللي هيجي مكان هيرنان كريسبو يعني هيرنان كريسبو ده ضحاية الأهلي الأخيرة مين بقى اللي هيجي مكان هيرنان كريسبو غالبا غالبا يعني ليوناردو جارديم اللي كان بيدرب الهلال السعودي اللي برضو شال من الأهلي أربعة كريسبو شال ثلاثة والمدرب جرديم كان شال برضو من الاهلي اربعة في كاس عامل اندية لما كان بيدرب الهلال الاهلي يماشي مدربين وبيتعب اندية وحكايته حكاية الاهلي في كل الدنيا يعني ما بيرحمش خالص وربنا يدمع علي نعمة هي نعمة بالشر نعمة وطول الوقت كذبان وطول الوقت بيشرفنا في المباراة الدولية النهاردة في دوري ابطال اوروبا الجولة الرابعة كلوب بروش كسب اسلون فيلا واحد لشيء بالمناسبة المباراة دي في حصل فيها موقف طريف قوي استنى بس احكي لك احكي لك بس الاول اللقطة بتاعت كلوب بروش واسلون فيلا مباراك التعادل السلبي مدافع اسلون فيلا عمل اغرب حاجة في الدنيا يعني الحارس بيلعب ضربة مرمى فبيدهاله كده فراح المدافع مسكها بيده يرجعانه مكانها تفهمش بقى كان بيتخيل ايه دلوقتي او كان بيقل حصل في دماغه او مين اللي عده قدام عينيه سرح في ايه انشغل في ايه مهم راح الحاكم ضربت جزاك بتبسي الكرة ليه لو بيلجعانه تاني عند المنطقة بتاعته هدف كوميدي جدا خسر به اسلون فيلا النهاردة سبحان الله مدافع بيلعب في الدولة الانجليزي غريبة جدا شغطار دوناستيك الاوكراني كسب 2-1 يانج بويز وانتر فاز على ارسنال واحد لشيء لحد ما سيبت المبرونا داخل علاقة تعادل سلبي باير ميونيخ فاز واحد لشيء على بنفيكا وصير فينا خسر 2-5 امام برشلونة برشلونة مع هنزفليك تعودوا النتائج ديت يعني بلاس فور فوق الاربعة طول الوقت كان بيعمل كده مع باير ميونيخ برضو هنزفليك هتشوفوا النتائج دي مع هنزفليك نهاردة كمان قتلت كومادريد فاز على بريس سان جرمان 2-1 وطالنطا فاز على شتوتجارد 2-2 لشيء ريتبولد ساليسبورج فاز 3-1 على فاينورد وستاد بريست فاز 2-2 لشيء على سبارتا براك دي كانت نتائج اليوم في كانت خلص 2-1 دي كانت مباراة اليوم في دوري ابطال اوروبا تعالوا روح نشوف حوار خاص لرقم 10 مع الكابتن عبدالسطار سابري المدرب العام لمنتخب 2009 وبعدها نطلع لفاصل ونستقبل ضفنا الكبير الكابتن جهاد جريشا خليكم معنا زميلي كريم برحب بيك طبعا وبرحب بكل متابعي رقم 10 على شاشة القانون الأولى ومعي واحد من أساطير كرة القدم بالفعل ونجم من منتخب مصر ونجم من نادي المكون العرب كابتن عبدالسطار صبري كابتن عبدالسطار صبري رحب بيك ببعط لك تحيات كريم رمزي ومنوارنا في رقم 10 حبيب ربنا خليك طبعا سلامي لكريم كريم ده حبيبي جدا من يعني من عزة أصدقائي وحبيبي جدا وربنا وفاق طبعا متقلق يعني ربنا وفاقك حبيبي النهاردة موجودين يعني خطوة جديدة يعني زي ما نقول كده أجيال بتسلم أجيال موجودين النهاردة عشان تدعموا في رقم 2008 قبل بطولة شمال أفريقيا وأمم أفريقيا وإيه اللي قلتوا بقى اللعيبة دي وشاف النشئين في مصر الوضع اختلف عن زمان الموهبة قلت وشافوا الموضوع ده ازاي يعني كان جيل بتاع 2008 أنا شافه مميز جدا والدليل إن في بطولة ودية اتعملت وكان مفروض 2007 كان يروح البطولة كانت بطولة مهمة جدا يعني ودية فيها منتخبات على أعلى مستوى الاتحاد طبعا إن هو البطولة لازم بحد من المنتخب يروحها راح طبعا رشحوا 2008 2008 يتروح البطولة الودية كان الكابتن كاس لسه بارد ومعرفش اللي يحط يعني زي إيه بالزبط دي كده والخطة ويشاقي والتشكيلة الأساسية للمنتخب بس لعب البطولة وراح البطولة وعملوا ده محترم جدا وده مميز وخط البطولة يعني ده معناه إن فعلا فيه جيل محترم جدا جيل مميز جدا عشان كده إحنا إيه خلاص يعني إحنا إيه استقرر على الجهاز على التشكيلة الكابتن كاس واللعيبة اللي موجودة معاه داخلين تصفية مهمة جدا هي دي البداية يعني خدوا خلاص خدوا المهمة الأولانية إن هي البداية بتاعتهم في الدورة الودية بعد كده خلاص خلاص تعودوا بقى المنتخب مصر التصفية مهمة جدا البداية دي بقى إن شاء الله من 11 مع المغرب ماتش مهمة جدا البداية عشان كده أنا بقول منتخب مصر وكابتن كاس يعني مر بالظروف دي كده وأكيد بيكلم من اللعيبة على بالنسبة للحاجات والمؤخفة اللي هتحصل في المباريات وإن شاء الله تبقى بيزن لقي بداية كويسة كده إن شاء الله المنتخب مصر نعم في متمان كان فيه كلام بقى الأجيال دي الأفضل لها الأجنبي لأ المصري لما تجيب لعب بكيميوت عبدالسطرة أو أحمد الكاسل الأجيال دي إيجابيا هيستفيدوا لا الخابري الأجنبي ما عندوش عواطف تماعي مدرسة من المدرسة بالنسبة للنشئين للنشئين والشابير لا المصري ده الأجيال بيجوا عندنا الأجيال بيجوا عندنا مش المصريين بيروح عندهم هناك يعني الدليل إن إحنا أهم بيجوا عندنا عشان إيه يتعلموا برضو عندنا حاجات المصري لا مدرب كبيرة وموهوب أسا بس ياخد المساح وياخد الإمكانيات لا مبدع أنا بقول للمدرب المصري عنده حاجات كده يعني فكره كبير جدا حتى إحنا نبص المدرب المصري قريب جدا من المدرب البرازيلي مدرب بورتغالي على طول على المستوى العالم هم المميزين هم المميزين عشان كده مدرب المصري واخد الفرصة وطلع بره وعمل الشغل بتاعه وعمل البرامج بتاعته مدرب عالمي جدا سيطرة الأهل والزمالك على البطرات الأفريقية والقرية الأداء اللي إحنا شايفينه مع كابتن حسام حسن شايف إن ده بيرجع منتخابات مصر وإسم مصر نوي سيطر على الكرة في أفريقيا يمكن بعيدنا شوية لكن الأمور بدأت تختلف في الفترة هبت منتخب مصر رجعت تاني مع حسام حسن أنا شايفة رجعت تاني بشكل كبير حسام حسن يعني كيمة قامة كبيرة جدا سواء كان هو كان لعب أو مدرب دلوقتي هو المدير الفني أنت بص بيدي إحساسه ويبيدي ساقة كبيرة جدا وروح عالية جدا للعيبة إن حسام حسن هو المدير الفني وقف على الخط إن هو مر مراحل جديد جدا وظروف كتير قوي مع متخب مصر هو بيطلع الإحساس ده للعيبة والحمد لله يعني كابتن حسام حسن منساعد دولة المسئولية إن هو ماشي بشكل كويس قوي المتشاط والأداء نحن نشوف إحنا دلوقتي يعني نحن نشوف منتخب مصر بيجيب أهداف كتير قوي كل مباراة دلوقتي بيقعد للتنين أو التلاتة وده حاجة كويسة جدا يعني بدل إن فيه دلوقتي انتشار كويس فيه قوة هجومية وعندنا متخب قوي يعني أنا شايف منتخب مميز جدا الخطوط مكتملة جدا مع متخب مصر يعني من حارس المرمى المهاجم الصفى محمد عشان كده أنا شايف يعني إن شاء الله بإذن الله مع حسام حسن ترجع تاني إن شاء الله الأمجاد بتاعت بطولات أفريكا إن شاء الله بإذن الله وبقيه لنا وضع كمان مهم جدا في كاس العالم مش عايزين نحن نبقي لنا أداء وشكل وإن نعدي الأدوار إن شاء الله في كاس العالم سعيد إن الأفضل في العالم دلوقتي مصريين سواء محمد صلاح أو عمر مرموش حديث وكالات الأنباء اللي في العالم كلها إن هم الأفضل سعيد إن دول ولاد مصري سعيد إن هم بيشرفون في الدوريات الأوروبية طبعا طبعا محمد صلاح ده حاجة عالمية بالنسبة لنا ودلوقتي دخل مرموش بس محمد صلاح أكلمك عن محمد صلاح يعني أنا شايف محمد صلاح من سن ابتدى الاحتراف بتاعه هو مركز وعنده طموح عنده هدف معين جدا هو عايز يوصل بالشكل ده هو أدى حافز كبير جدا للعيبة اللعبة منتخب مصر وحتى اللعبة اللي موجودين هنا في الدوري المصري إن هم عايزين يبقوا زي محمد صلاح وده حاجة كويسة جدا مرموش ده إيه يعني أنا متأكد محمد صلاح يكلم مرموش قال له اشتغل إزاي وابتدي خطواتك إزاي عشان يبقى فيه شغل على نفسه وفعلا مرموش دلوقت إحنا الناس كلها بتكلم عليه العالم كله هو ماشي هدف مع هاري كين في الدوري الألماني وربنا هفقه إن شاء الله بإذن الله بس أنا أتكلمك على لعيبة المنتخب مصر أي لعيب يسافر بره هو محتاج تركيز محتاج تركيز محتاج اهتمام إن هو نعف وراه صبورت بشكل كبير قوي اللعيب مميز جدا لعيب المصري أي لعيب مصري بيروح بره بيأدي برازيلي يقول لك آه ده برضو اللعيب المصري لو يركز عيب حاجة جامدة جدا إن شاء الله صبري محمد صلاح محمد النني مش عايز أنسى الأسماء دي كلها ومع ذلك نادي المقولين بيمر في فترة صعبة حزين على وضع نادي المقولين في فترة حزين جدا 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 نادي المقولين ده كان رقم واحد أول حاجة ناشئين رقم واحد في إيه على مستوى ناشئين على مستوى مصر كله هو اللي طلع لعيبة كتير جدا مميزين جدا وكفاية طلع عبستار صابري محمد صلاح مع حمد النني ولعيبة كتير جدا محترفين أنا بتكلم أنه إحنا إحنا متعرفين إحنا كمنا الاحتراف بتاعنا بشكل كبير قوي مميزين جدا دلوقتي نادي المقولين حسيت أنه فيه دلوقتي فيه مشاكل من ناحية اللعيبة للناشئين بقى الوقت مختلف خالص حتى إيه ما فيش اهتمام بالقطاع القطاع كان إيه فيه مركز على حوال أربع أو خمس إيه فرق إن هو بيهتمي بهم شكل كبير دلوقتي بقى لا فيه دلوقتي فيه براعم وأكاديميات وحاجات كتير جدا عشان كده إيه التركيز قال شواء والناديجة هاي الناديل ما قولني نزل للدرجة التانية أخيرا متواصل مع مورينيو؟ أه طبعا مورينيو ده مدرب روبتو في تركيا شواء مورينيو لا مورينيو هو بيحب أصلا يعني ما فيش حد أصلا يتكلم عليه والجمهير أصلا هو اتفاجأ أصلا يعني هو يعني هو بيقول لهم أنا كويسا أنا مجود عندكم عشان كده مورينيو لا من المدربين اللي يعني عالمين جدا حاجة جد يعني كبيرة جدا عشان كده أنا بتواصل مع مع يوب هانكس برضو المدير الفني الألماني يوب هانكس ومدربين كتيره أريهان ومدربين اللي أنا اتمرنت معاهم عشان كده لا يعني أنا مورينيو ده بالنسبها لي حاجة كبيرة جدا يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى يشرفني وينورني في هزي الفقرة كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشة خابرنا التحكيمة كابتن جهاد منور الدونيا ده نورة كريم ربنا اخليه اخبرك ايه والله الحمد لله كله تمام كله زال فل انت قلت المحارب من هنا والكوكب يتألم من هنا وانت سألت السؤال واثرت عليه فانا جوابتك كان جاي في اخر الحوار ايوه وجوابتك بمنتال امانة لان انا في الاخر اجابتي انا سألتك ساعتا قلتلك لو انت مسؤول في التحادي الكرة هتعمل ايه مع لجنة الحكام هتقول لي هتجيبها على المحار اه صحي كده الايجابة طلع من نبع يعني من جوايا ان مفيش حل تاني غير كده ام يعني هتلف وتدور عشان تجيب حل تاني طبعا التفسير بتاعها عشان بس الناس اللي زهرت تفسيرنا عايزة غير المنظومة تغيرشها بدا ده المضمون اللي احنا متكلم فيه ام النسك اللي ماشي فيه الكلام هو نسك المدير الفني المنتخب مصر كلنا دلوقتي فيه حالة حلوة لكابتن حسام حسن وكابتن إبراف حسن والجازر الفني المنتخب مصر عمل حالة حلوة مجمعنا كلنا مع شرط المنتخب وان شاء الله المواضو ده بيزيد يعني عدد بيزيد جمهور وبيزيد الارتباط بالمنتخب فالحالة دي لكابتن حسام لما طلع في مؤتمر صحفي وتكلم انا كلامه عجبني بصراحة لما قال انا مش عايز اشوف في ادارة القرى المصرية الفترة اللي جاية الوجوه اللي شوف نفح عشر سنين فاتت ده حلو ده يعني برضو نفس النسك بتاع الدولة المصرية وتوجهات سات الرئيس انها دائما عايزين الكفاءات ونغير الوجوه والناس ناخد فرص والقصة دي فنفس النسك بتاع بتاع الكابتن حسان هو ده اللي بتكلم فيه برضو انا مقتنع جدا بالكلام لكابتن حسان حسان ونجمي كبير وانا مقتنع ان الراجل ده بحاجة كبيرة وان شاء الله خليفة لكابتن جوهري وكابتن حسان شحاتة فكلامه عجبني ففكرت نفس التفكير انت ريه برضو المنظومة التحكيم اللي بلي فيها مثلا من عشرين عشرين لقطة النهاردة هم ونفس الناس طيب ممكن اسمي اسمي بصراحة فضل بعد موضت التصريحات دي حتى هنا في رقم عشرة كان متعصب جدا جدا بالتصريحات دي الكابتن ابراهيم نور الدين مدير الفني اللجنة الحكام واشعر مش ومعنديش رقين ان في مشكلة شخصية مش مهنية بينك وبنك كابتن ابراهيم نور الدين اطلاقا على العالي من ناحيتي من ناحيتي خالص انا بصلا ابراهيم هل في سوابق بينكم مثلا وانتم بتحكموا كان في مشاكل باكم اطلاقا بصلا يا كريم الفترة اللي حكمتها كان كل قايمة في اتجاه وانا في اتجاه الناس اللي معايا في القايمة كلهم بيجي معايا روابع انا كان في فترة من الفترات ما كانش بيصفر في مصر غير انا في التحضر افريقيا في دور المجموعات كنت بأخذ منهم 3 جوالات معارفها يعني قصة 6 جوالات بأخذ منهم 3 ماتشات كل توزيع بيجيبه أسبوعين في الدور الأبطال وأخذ منهم ماتشة أه إبراهيم نوري دي كان بيجي معك كل القايمة كان بيجي مع روابح بما فيه مبراهيم بما فيه مبراهيم فما كانش فيه منافسة أصلا في حاجة يعني ما كانش فيه منافسة على حاجة القايمة طول الوقت أنا كنت رقم واحد في القايمة لغاية مجال السنة بتاع 2020-2021 اللي كانت الترشح اللي كاسر العام 2020-20 كانت القايمة دي سبب المشكلة بس مش معه إبراهيم إبراهيم استم استخدامه كأداه لكن كان مشكلة مع الكابتن جمال والكابتن عصام على موضوع قايمة اللي كان موجود الكابتن جمال عشان لو تحضرتش رقم واحد هبقى فرصتي في الترشح مش موجود فهده كان الخلاف مش معه هو إبراهيم مش طرف خالص إبراهيم كابتن إبراهيم نوري دي تحط رقم واحد كابتن رقم واحد أمين رقب التين أنا كنت رقم ثلاثة وقلت له ما جمال تكتب تحصروا علي عشان كاسر العام فهو التصور ان انت كده متدهي ان هو رقم واحد لا لكن ما كانش هو في الصورة معي خالص ان مشكلتي كان مع الناس الكبار كابتن جمال والكابتن عصام وقلتها ابو انتصر صراحة انت اول مرة تتفقوا ولما اتفعتوا اتفعتوا علي قلتها كده تصريح من زي نفس القصة على المحرم انا واضح وصريح فاقلتهم يا جمال انت اول مرة تتفقوا واخر مرة تتفقوا واتفعتوا علي وكابتن اتفعتوا علي كابتن ابراهيم نور الدين معي في المداخلة الهاتفية قال ان هو ادعاك قبل كده الحاجة وانت ما روحتش حاصل انا ما عنديش حاجة ممكن اكذب فيها هو اكلمني جهاد الزيار عايزين سافر مع بعض سافرها الجزائر اي ايام زمان وضحكنا مع بعض ضحك ما فيش مشكلة خالص بقول لك انا نجمحنا باللم الشامل وكل الحكام وكل الناس الودام جاني المؤسكر فاعزك تجي معنا لو فيه وقت او فيه ظروف منعتنيش هاجيلك فجت ظروف شغله منعتني فعلا يعني قصة مش شغلي بس معك في الاعلام ولا قصة شغلي في شركتي يعني الامور ولادي يعني فيه حاجات حصلت في الايام الدي ارتباط لكن من حيث المبدأ كنت موافق بس ظروف منعتني ان نروح على فكرة غيري برضو فيه ظروف منعتني ان نروح مش جهات بس فعادي بس منحيث المبدأ احنا كلنا معادي ما فيش حد يقدر يقدر يقدمش تحكيم مصر ليه كابتن جهاد يعني مثلا كابتن مراهيم نور الدين يا دوبك سابت تحكيم في أرض الملعب بقى مسؤول في لجنة الحكام ليه كابتن جهاد كل الشهور ديت مش هقول كل سنوات عشان هي فترة قليلة كل الشهور اللي فات دي كلها مش موجود في اي منصف في اي لجنة حكام على فكرة انا طبيع عمري وكنت مستجل على حاجة انا مش كستخش دي مش مشكلة خالص انا عايز ادخل اصيب بصمة اعود فترة محترمة مع الاتحاد يقدر الشغل ويقدر ان انت عايز تعمل حاجة جادة في التحكيم المصري ونعمل حاجة محترمة تبنل على الارض انا مش قصة انا اخش النهاردة برس لجنة حكام خالص ولا ساعت عليها حاجة تانية العلاقات انا ما بجريش عمري ما بجريت على حاجة يعني حتى من ضمن الكلام اللي اتقال من سيمين الناس انت تجريت عشان تخش للاتحاد الافريكي خالص انا الموضوع كان جالي مجرد اتصال من الكابتن عم حكيم شلمان الرئيس الاتحاد الليبي الرئيس الاتحاد شمل الافريكا وقتها كابتن جال احنا عايزينك في التحاد الافريكي وقلنا الكلام ده عبطرابيزة والناس مدعاة عمل ده محتاجين مننا الجواب من الاسوس جمال العلام واللي الاتحاد المصري يقول احنا موافقين الان جاد جريش هبة مموجود معنا في اتحاد شمال أفريقيا ونأخذك من هناك لراجل عدو لجنة في الاتحاد الأفريقيا روح في السوس الجمال قعدت معه سعتين مرافض وده سبب رفض أنا شخصيا نشتغل مع الاتحاد ده لأن أنا روحت لك عشان أخد جواب منك تقول لي أنا ما عنديش مشكلة إن جهات جريشة يروح اتحاد شمال أفريقيا رفض ليه؟ والله ماعرف لقيت النهار ده ماعرفش السبب الراجل تصل بيه وأنا قاعد معاه يعني التصل هو كابتن جمال السوس الجمال العلامة اتصل بالكابتن عب حاكم الشلماني واتصل بيقال له أنت فعلا محتاج جهات جريشة قال له آه يشهد على المعضو ده اللي بش مهندس أحمد ميجاة تصل بيه شخصيا يبقى كابتن جهاد لازم تشكر لازم تشكر كابتن عب حاكم الشلماني وقال لازم تشكره لأنه طرح اسمك عالترافيزة ده مهندس هني دعم كامل لك أنا دعم كامل لك والراجل ده بصراحة كترخيره لنعرض اسمك حاكم كبير بيعرض اسم حاكم كبير انت حاكم كبير مفيش منها يختلفه حاكم مصري كبير ليه فيه آه ألأ دايما منك عشان صريح آه أنا عندي صراحة ووضوح آه والمنظومة التحكيم مش هتقوم ولا يقوم لها قوم إلا بالصراحة ووضوح آه آه كريم التحكيم محتاج آه أنا تردد في تحديد أفريكي وتحديد دولي خبراتك للتحديد أفريكي وتحديد دولي الناس بتاع شغل آه يعني أقولك على بلاطة كده أنا بيقوله أنا لو مسؤول في التحكيم المصري استحالة تشكين في إعلام استحالة آه يعني أنت بقى أي معاك إعلامة هوت بيطلع معاك أحلل في القناة صار وفي الموقع لما أمسك المسئولية استحالة أطلع في إعلام آه أنا شغلي شاغل أجهز حكامي عشان لما ينزول ملعب هم اللي يسوّقوا شغلنا آه مش محتاجة أتكلم أنا آه آه لاجهز حكامي آه لاجهز حكامي لاجهز حكامي لاجهز حكامي لاجهز حكامي صح بعدما انخلص الإفنت آه ممكن يطلع حاكم يتكلم ممكن يطلع مسئولي يتكلم ماشرح حاكم معاك مجرد مجرد يطلع أجهز مش طيف آه واستخابة تاني آه هو ده الشغل الموجود ده اللي تعلمناه في تحضافيك وتحاد دولي طيب انت قلتلي انت مش موجود في لاجهز الحكام أو اتحاد الكورة بيحبش يحطك في الموضوع المسئولية عشان انت راجل صريح آه بنفس هذه الصراحة نفسينا نفهم ايه اللي بيحصل جوا منظومة التحكيم اللي المفروض تيجي على المحارة زي ما حالك قلت بص خلينا أكتر وضوح آه آه فيتور بريرل لما جاه آه داخل على النت وشاف مين الحاكم اللي ممكن يساعده في التحكيم المصري فهو اختر جهات الجرشة ما عرفنيش ولا عرفه يعني مارك تلاتينبرجي عرفني لان نحن كنا مع واضم ورشحين كسعالم وكن معنا في المعسكر دبي وطلع من دبي على السعودية في عرفني تمام فيتور بريرل ما عرفنيش تمام فهو اختر حاسمي حلو اللي قال له لا ده مش اسمي يعني معنا صح من الاخر مش اسمع الكلام مش هيسمح لبيلنا التدخل مش هي وده ده يحصل فعلا لما همسك مش اسمح عدو مجل الصدارة يدخل في شغلي مش اسمع حد يقول لي هاتو ما تجيبش مش اسمع حد يقول لي عيالي للمطش الفلاني مين ولا عيالي للمطش العلاني مين ده بيحصل ما بيحصل تدخلات من أعضاء مجل الصدارة ده مشكلة كبيرة لو قاله عايزين الحجم الفلاني ده للمطش الفلاني يا فندم تدخلات صريحة حكم مطش اهلي او زمالي تدخلات صريحة من أعضاء مجل الصدارة في الاختيارات مع لجنة الحكام تدخلات مع الحكم من فلن يلعب الحكم من الإعلان ده موجود سوان يا كابتن جاد فقط لا بيحصل لحد الوقتي لغض الوقتي أنا بقولك تدخلات غير طبيعية تدخلات في الكلمة الدولية ده مين يخش ومين ما يخشش كل واحد له ناسه التحكم مش عايز كده التحكم محتاج استقلالية أنا كرئيس لجنة مسمحش المخلوق يدخل في شغلي ولو حد يدخل في شغلي استقلتي موجودة أقعد في ذاتي أشرف لي إن حد يقوله كامل ومتعملش التحكم محتاج كوة في الإدارة ده على الأرض مش موجود الكوة مش بالصوت العالي ولا أطلع على التصريحات في الإعلام الكوة في الشغل على الأرض أو أطلع أقول إن أنا هجيب لأ حق التحكم لا لا خالص ولا محتاج أتكلم في الإعلام يعني أنا بقولك أنا بطلع معك أو أطلع في الإعلام لو لقيتني بكرة أنا أطلع لقرار في الاتحاد الجديد إن أنا مسؤول على ناجد حكام مش هتشوفني في إعلام طول الوقت أتليني مع حكامي مش هصور صورة ولا هنزل فيديو يعني إعداد الحكام الشغل الموجود في الملعب لا يمكن تشوف لي صورة إعداد حكامي ولا يمكن هتشوف لي فيديو إعداد الحكام ولا يمكن هتكلم أطلع عملنا وسوينا ما شو محتاج ده أنا محتاج لما الحكم ينزل للملعب إنت هتعرف أن عملت إيه من أداء الحكم وشغل الحكم في الملعب ده اللي التحكمت ده اللي تعلمناه كتحط أفريكي وتحديها يعني ما فيش مرة مرة في بطول الاتحاد الأفريكي قبل البطولة وقبل المعسكر نزلوا صور للحكام وإعداد الحكام ما شفتش ده ولا هتشوفه التحاد ده لا يمس كلام إحنا أنا يعني اللعب اللي حصل أو الخبرات اللي حصل في الاتحاد الأفريكي والدولي اتعلمت ده عالأرض وشغل شغل بروفيشنل بعنا بروفيشنل يعني إنت مش محتاج تبقى موجود لجنة معك يبقى موظف في مكان وعطوة لجنة ده مش موجود في حتة مشكلة القائمة حاليا بصفة الكابتن محمد عادل ومبراطة الزمالك والبنك العلي رأيك إيه فيها من أولها الأخيرة من أولها الأخيرة هي أدارة غلط إدارة غلط إدارة غلط من ناحية إيه أولا محمد عادل ما تعيانش في الموضف ده أصل أساسا كانش مفوض يتعايي إنت محمد عادل ماسكه شهر شهر ونص إيزاء نفسي بمعنى إيزاء نفسي إزاي يعقول لك إزاي محمد عادل تم استبعاده وكان من القائمة الدولية ورجع وراح عاد يوم كامل هو سامي هلال في اتحاد المصر وقرط القدم يطلب حقه ولولا زهابه لاتحاد المصر وقرط القدم تاني يوم استبعاده من القائمة ممكنش رجع القائمة ده أول أول حاجة مين كان استبعده؟ كان إبراهيم نوردي ورجع محمد فروق اللي حط ده الكلام ده حصل في 48 ساعة فقعد يوم كامل عشان أطالب بحقه ورجع القائمة الدولية ده أول أول نقطة النقطة التانية أنا راجل مصنف رقم واحد في فيتور برد السنة اللي فاتت هو فعلا كان أفضل حكم في الموسم اللي فات فنيا ومع ذلك أنا قلت عشان برضا أربط في المواضيع أنا قلت أمين عمر لازم تحط رقم واحد عشان يدعمه وراح كاس على نفس اللي حصل معايا عادل رقم واحد فنيا يتحط رقم واحد لكن لازم تحط أمين عمر رقم واحد عشان تدعمه في اللي جاي ده كان تالي حاجة لما الراجل بالمنظر ده لازم يروح السوبر مينفحش أود السوبر من غير رقم واحد عندي أداء نسانا اللي فاتت فاتظلم بعدم يروح السوبر الحاجة التالتة لما جاء معسكر لإعداد الموسم الجديد وجاء حكام النقبة كلهم جم الحكام الدولين بيه الكامل موجودين في المعسكر الأولين محمد العالي مش موجود فطلت طعناط في خلال شهر الراجل ده نفسيا متضمر نفسيا ما ينفحش يلعب ماتش زي زمالك وبنك أهلي في البداية طب وليه الدولة زمالك وبنك أهلي بص كل الحكام اللي لعبوا في الاسبوع الأولاني يلعبوا ماتشاط القسم الثاني تم إعدادهم إلا محمد عادل تخيل الحياة كلها حاجات كلها مش هل كان فيه تعمد ونفكر يعني هل فيه تعمد أنه يورط كابتل محمد عادل في المرازة دي وقعه مش جاهز أنا مش عايز أقول تورط بس في الآخر يعني أنا شافه ما كانش مرتاح محمد اللي حصل معاه شيء مش مريح شيء مش كويس محمد على فكرة يعني سافرنا مع بعض وكان عايش مالحى مع بعض كزالي مع إبراهيم إبراهيم كان عايش معاه وكان حكم ويرف محمد عادل ويرف كيمة محمد عادل وقالو لك على حاجة من أكتر الحكام أمانة في الدور المصري ومن أكتر حكام كفاءة في الدور المصري ومع فكرة لما فيه جمهور من الفرق يظلمه محمد عادل رجل يعني نزهة السين فيه وأنا شخصياً أصدق فيه ثقة عمياء لا لوف في مين ولا لوف في شمال بس اتظلم اتظلم باللي حصل فيه قبل المتش هو نزل المتش أنا بتفرج على المتش ونحلل الراجل مش شايف مش شايف إنه هو فعلاً نفسياً تعبان فلما تنظر في المتش هذا ده وبرضه بقول له محمد عادل انتحكم كبير لما تبقى نفسياً بالمنظر ده قول لا مش أخد المتش حقه لما تحقق عينه فحاجة لا أنا مش ألعب أهل وزمالك في الأول ممكن ألعب ماتش أبدأ أسخم بي ألعب قسمي تلك ألعب بي على نفسياً أبقى مهيّة إنه دير ماتش كبيرة في الدورة تمام اللي حصل بقى في الحوار بتاع الفار اللي حصل في الحوار الفار ده فيه واحد في الموضوع يعني كان هو مين بقى يطلع بقى حاكم موجود في الستة يطلع مسؤول في اللجنة يطلع يطلع رئيس الاتحاد فيه واحد خاين فيه واحد خاين 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 أمانة اللي تسريب ده هو خاين الأمانة فلازم ده يقدم ويطلع للرأي العام وإنه الرجل ده لازم ينقطع رئابته يعني معنى إيه ما يبقاش موجود في الرياضة لأن الرجل طبيعي ده خاين ده رجل لو حاكم تشطب طب لو هو حاكم سابق زي برضو يتشطب ما يشتركش في أي نشاط حكام ولا أي نشاط ريادي ده حق ربنا لازم قرار راضع عشان ما تكررش الموضوع ده تاني لأن ما حصلش قبل كده عندنا حاجة زي كده فلما تحصل بالمنظر ده لازم الرد فعلي يبقى قوي انت بتجيب سابق الكلام عن انجلترا واللي حصل في انجلترا طبع الرد الفعلي السريع ده على فكرة القرار حتى لو لو قرار سليم ومتأخر ما تحسش به لكن القرار يعني قوته في سرعته والجرأة اللي بتاخد به فيه مسؤول في لاجه الحكام قال لي بس رفض ده ذكر اسمه يعني قال لي انه ممكن يكون التسجيل صحيح بس مش كامل انه ممكن في الحوار ما بين الحكم في أرض الملعب وغرفة الفار يبقى فيه تردد يعني مرة يقول له لا مش صح طبعا تقال لي تاني يا بكامرة تانية فيقول لا صح فممكن لما قال صح ورأى احتسبها دي ما تكونش جاد في التسجيل رأي كيف وجهة النظر بص هو وجهة نظر في الأول احنا كفار لازم أنا كحكم لما بالحكم الفار بيستدعيني ان عندي احتمالية ترك للجساء في نهاية الفرجة او المشاهدة للشاشة لازم اقول لك قرار قبل ما اتحرك حتى لو انا حكم نسيت حكم الفار يقول لي لو سمحت قل لي قرارك ايه قبل ما تتحرك من عندي هنا دي ما جاتش في حاجة الصوت دي مش موجودة في التسجيل الصوتي حتى بقولك حتى لو مثلا محمد عادل نسي والمناسبة كمحمد عادل الخبرات كبيرة جدا الموضوع ده لازم يتم بك اجراء روتيني بيحصل مع اي حكم انا لما اروح البيتش ريفيو اللي بيحصل ده اون فيلد ريفيو لازم انا لازم انا لما اتفرج واخد قراري لما اتحرك من المكان اقول للناس انا قراري كذا وانا خارج راجل ملعب الناس كل حكام اللي معايا الستة اللي معايا في السماعات عرفوا القرار قبل منزل ملعب ده لازم ده شيء وجوبي في بروتوكول الفيار التسريب ده ممكن يعرضنا لأي عقوبات دولية رخص تتسحب ممكن يعملين اي مشكلة بص هو الموضوع اصلا موضوع اخلاقي بحت ما اعتقد لابعا اكيد اللي احنا مترقبين طول الوقت متشافين في الايفاب والقصة دي لان في الاخر انت كل حاجة مرقبة في الموضوع مفيش حد بيشتغلو مزاجه فمتشافين فيه تقريب بتتكتب وفيه حاجة متابعة فممكن يجيلك ملحوظة فاعدلها عشان ما تكررش تاني وكده فاعدل دا يحصل لكن في الاخر ما اعتقدش انه ممكن توقف التجربة هنا عشان تسريب حاجة زي كده دا موضوع اخلاقي بحت مسؤول عنده لتحض المصر قوة قدم ولجنة الحكام ولازم يتاخذ فيه قرار هل اللي صرب ده كان قصده اه اخنا ماجه بصراحة يعني ازيد كابتن محمد عدل ما هو الكلام هو مين ما هو الكلام ان احنا ما نقدرش نرمل اتهمات جزافة ما نقدرش انه انتهي بحد بس في الاخر لما نوصل للشخصية هنعرف يعني ايه اللي وراها يعني نيته كان فيها ايه بالظبط نيته كان فيها هل انت عملها يعني شو عشان تكسب مبلغ من اعلامي طلع الحاجة وارد جدا دا يحصل او انت عملها عشان ازيد حد وارد دا يحصل فالموضوع كل الناس بتسأل احنا على فكرة في الشارع في اي مكان في الشارع ناس بتسأل طيب اللي هيحصل الناس كلها بقى رأي عام الموضوع بقى رأي عام ونس كلها تسأل فلازم الموضوع دا يتقفل يعني اللي يفكر ان الموضوع دا هيتنسي مش هيتنسي طيب حراج دلوقتي مثلا عضوا في مجلس دارة اتحاد الكورة عمد اجتماع طارق بكرة والمفروض هيتم اتخاذ خرارات بشأن هذه الواقع تمام اكتراحاتك هتبقى اولا فيه تحقيقات حصلت هيجيبه التحقيقات ونوز المصلمين اللي صرب وبعدين تعلن الموضوع بمتاشفة فيه واخد قرارات حاسمة المخطئ يعاقب لا مش هقولك في الاخر القرار اللي اتحادل مصر طبعا انا بقولك لو لو انت معنا مش بالمطبخ التفاصيل فيه تفاصيل بتحصل مش معلنة فاللي دي هيبقى على التراويز اذا التفاصيل حصل كذا لاجدة الحكام دي هتستمر يعني الموضوع بقى صعب على يوم جدا الموضوع للفترة اللي جاه صعب على يوم جدا صعب personal حدا אם استمروا حيبا الموضوع صعب على يوم جدا الفترة جاه انا مشفذك عليهم واتمنى ان شاء الله الى زب Santa حتى لو استمروا اتمنى الزبوatt التانية تعدي بخير لان الجبواء التانية هيبقى على محاكة اللاجنة دي حتى لو استمرت فاتمنى اللهم اللي حتى لو استمروا ينجحوا انجحوا انا مش ضدهم الله بأي حال الحكومة العزulan المنظومة تنجح لكن الوضع بقى صعب وبعدها صعب بالأداء الزبوء الأول والأخطاء التحكمة اللي فيه وبقى صعب بالتسريب كمان يعني زاد الموضوع الصعوبة للموضوع التسريب ده فالأمر بقى صعب على اللجنة هل إحنا بصراحة شديدة محتاجين بالضرورة القصوى تبقى كمان الأحداث اللي حصلت في الآخر دي لخبير تحكيم أجنبي؟ بص الموضوع لما جربنا تجربتين خبراء أجانب وجم فشلوا 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 ولا فشلنا وما كان بتنجح والله بغض النظر في الآخر التجربة في الآخر بتسوي عدم نجاح لا ما هو في نوع وفي الآخر انت لازم تختار مواجهة منك يا كريم لما اتكلمت على المنظوم أن تتغير فانت لازم تختار كفاءات بدون محسوبيات واختار الأقدر بالشغل واختار اللي ممكن ينجح بدون علاقات ومصالح والقصة اللي بتحصل طول الوقت فانت بحتاج تختار الكفاءات الكفاءات دي هتنجح الراجل الأجنبي لما كان راجل الأجنبي موجود وعايز ننجحه هتنجحه انا بعرض رؤيتي في القصة دي زي ما عرضت موضوع المحارة هعرض لك الرؤية الرؤية بمنطقة البساطة ان انت ممكن تجيب خابير أجنبي اشتغل في التطوير والتسقيف وتدريب الحكام والشغل العامل في الملعب تمام؟ ويبقى فيه رئيس لاجنة حكام مصري اللي هو كابتن برد منوريدين ايا كان مش فارق معاهمين رئيس لاجنة حكام مصري مع الخابير الأجنبي ده الاتنين هيشتغل عشان ينجحوا بعض فانت هتشتغل الجانب الفني والجانب الثقافي والجانب التدريب والحاجة دي كلها هو هينفسها بحرافية اتحاد أفريقي والتحاد دولي يعني بكل مقطع من قوة انا عادة متفائل بس في الحقيقة بتاعت الحكام دي دايما للأسف يعني هم اللي خلوني متشائل هنجيب لوقتي رأي جيل خبير يثقف ويعمل ويعمل محاضرات وحاجات لطيفة كده وفي رئيس لاجنة حكام بيعين وبيشتغل وكلام ده كله مش هشتغلوا مع بعض هشتغل انا اقول لك هشتغل بسيط جدا كريم عايز ينجح وانا عايز ينجح ننجح بعض بعكس ما تباني موجود موظف يا كابتن جهاد فضل ما عليش انا ااسف ما انا معاك انا معاك او اتنين اولا حانا دلوقتي عندها اتنين مسكين لاجنة الحكام اه اتنين دولوا عايز ينجح بعض بلهم كل احترام لما كان فيه لجانة قبل كده لا ما انا انا فيكم انت بسيط اللي حصل ان الناس جوم قالولهم انتو التراتب يتديروا مفيش حكا اسمها كده مفيش رئيس للمركب فلا اللي هيحصل لما فيه رئيس المركب والتين له اختصاصاته بس في الاخر ليه رئيس حلق ما قولي رئيس انا اجنبي جيت قلت لك كابتن جهاد ات رئيس لاجنة الحكام كابتن جهاد معلش انا على ضوء اللقاء الفنية اللي انا عملتها والمحاضرات والكلام ده كله الحاكم سين ده لا يصلح لإدارة مباراة الاهل اللي جاية مسلا ده ضروري مسلا انا قلت كده كأجنبي فاتجيت قلت لي كرئيس لاجنة الحكام معلش ما احنا عارفين اتباعنا يعني لا وانت اللي هتاخد الكرار لا 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 بس كريم انا بكلمك على عرض الواقع لا لا بقولك لا بس برضو لما بيتحدد الاختصاصات الفنية وتوزيع المطشاط الكلام انت بتقوله ده الرجل الفني ده هو اللي يقول للراجل النصيحة دي بتنفس ده واجبة التنفيذ عشان تنجح ما انت مش بتبقى ضده لو بيت ضده انت نصف انت نصف انت نصف هتفشله وفي الاخر لازم برضو اقولك في المركب رئيس واحد لازم معلن ان رئيس اللاجنة كذا والراجل جاي بيشتغل فني وجاي ننجح بعض ونشتغل مع بعض غير كده هات كولينا هات بوساكة الرئيس الساجة اللي حكامة هات دولة او مدير فأنا هات بو هات اي حد اوروبي وحط معاه مش هتنجح احنا في الاخر عايزين ما ندورش في نفس الدايرة عايزة نخرج ان الموضوع الصلاح المزمن اللي معانا بقانل وسيت من ايو اللاجنة الكابتن عسام عشرين عشرين لغيته النهاردة نفسه بندوره في نفس الدايرة ونفس الاخطاء ونفس المشاكل ونجيب ونغير ونغير الوجوه ونجيب اجنابي ونجيب مصري انا عندي حساسة ان اجانب اللجوم تحديدك لاتي برج كان ممكن ينجحه لو كان موجود موجود هنا في مصر وتعاون التعاون المسمر اللي ممكن ينجحه كان نجح انا عارف عقليته انا عارف كذلك عملته وعارف عقليته كان ممكن ينجح حتى كان بالكلام ان هو ماخدش محاضر ولا لا رجل عكن عنده خبرات طب احنا ساعدنا ما هو برضو مساعدناهش و هو مساعدش نفسه صفر لليونان وعدم وجود طولوقت وعدم التفرغ للملف اذا قولك الملف ده محتاج تفرغ محتاج طولوقت انت موجود في التحكيم 24 ساعة في 24 ساعة التحكيم معادش بيضر زي انت مش موظف انت مش تقودش الساعة جاء تلقى تتروح تتعمى شوية دايما احنا كناس بتشتغل في الاعلامة حتى جمهور عادي نتهم انه احنا لا ندعم التحكيم في مصر ان احنا لا نساند التحكيم في مصر ان احنا نشارك في الهجوم على التحكيم في مصر ودايما أسرة التحكيم هذه دول بقول عليها كده أسرة مفككة هي ومش أسرة مطالبتة خالص بحسها طولوقت متفككة وطولوقت في مشاكل من ناحيتها ليه حنفضل طول الوقت الناس اللي جوه ما بيحبوش الناس اللي برا في الحكام أنا بكلمك بشكل عام ومنتناقش فيه لما جاء السوبر المصري والناس نجحة في السوبر المصري في حد قال للأداء وحش كل كلام بيجابي إحنا لنا أداء صدقني حتى اللي هيحاربوا التحكيم من بره ولو الأداء بصورة جيدة استحالة هيحاربوا يقولوا الأداء وحش فأنت القصة بالنسبة لنا تدريب وشغل عملي وشغل على الأرض بمنتقى القوة مش مجرد صور وفيديوهات للقصة في الآخر يا كريم محتاجة شغل لشغل بعرق أنت لما بتشوف التحكيم الأوروبي والتحكيم اللي في الأطهاب الأفريقي أنت بتحس أن التحكيم سهل هو مش سهل هو الناس دي تم إعدادها بصورة جيدة وبالتالي منزول الملعب أنت بتحس كمتفرج يا عم أنت التحكيم سهلي جدا وما عندنا متعقادة ليه التحكيم سهلي جدا بس الناس دي يشتغلوا شغل احترافي وشتغلوا بجد ونزول الملعب أدوا أداء محترم وبالتالي كل الناس تحترمهم إحنا لو حصل عندنا كده بص حتى أقصى الناس للشمال اللي ممكن يبدو ضد لناس الشغالة هيجيوا مع الناس لأ في نجاح وكله هيجبر على احترام التحكيم هيسألك سؤالة قبل ما أطلع الفصل كابتن محمد عادل سواء كان مخطئ أو لا ظالم أو مظلوم هل هتجرؤ أي لجنة حكام أنها تعاين الكابتن محمد عادل هذا الموسم في مباراة للزمالكة أو للأهلي هيتعاين 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 لازم يشتغل لازم يرجع هياخد عقوبته زي أي حكام ودي العدالة العدالة التحكيمية أن الرجل اللي يخطئ كبير صغير هيتعاكم ومحمد عادل أنا براهن أن هيرجع أقوى من الأول لأنني عارف خامة محمد عادل وعارف قيمة محمد عادل واللي عمله لما راح للنيابة العامة وكده أنا لو ما كانوا عمل كده مش قال لي من كده على الأقل أنا ليه حق وراح أطالب به وده فكرة محدش يلوم أنا لو ما كانوا أنا إنسان حر وأنا حاكم محترم وليه اسمي وليه سمعيتي لازم أرى عمل اللي عمله تسجيل الأصل اللي بار كان المفروض يطلع هو إحنا اتأخرنا قوي أنت عارفك تأخيري في القرارات التأخير ده عامل مشكلة إنت محتاج توضح بسرعة يعني ما خاليش الموضوعي الناس تأول حوارات بلبلة دون داعي أنت سرعة الرد الفاعل لو سرعة القرار مهم جدا في المواقف دي أنا سألت حد في تحاد الكورة ليه ما زعتوش التسجيل بسرعة يعني خلاص حل بقى المشكلة لو التسجيل فعلا مشوه أو التسجيل في أخطاء أو التسجيل اللي باقي ما تزيعو كامل تمام الآن من إيه بقى قال لك ما أنا لو زعت دا كل الأنداة بقى تقول لي زعلي التسجيلات لأنا عندي موقف مختلف تمام لأنه أنا برده هاعلن أنه عندي موقف في لفس وفي تسريب غير أي موقف تاني وبالتالي ده موقف أنا مضطر أعمل ده عشان أحل المشكلة المشكلة لو زعنا كل التسجيلات بعد كده في الحلقات الجدلية بص يا كريم انت رايزي تحط سيستم أنا أقول لك على سبيل المثال الأسبوع الأول تم إعلان مطشين بماطشين قبل المطش ب 24 ساعة الأسبوع التاني تم إعلان من خلال الأسبوع كله فأنت عايز تحط السيستم كامل يعني أنا أعلن قبل مطش ما قبل الأسبوع ب48 ساعة المطشات كلها يعني أعلن كل 48 ساعة أنك مطشات بماطشين مطشين وانت يزم تحط نفس الكلام أنا هاعلن أنا السيستيم السنة دي هطلع الحالات الجدلية في كل الأسبوع هنشر فيديو بتاعتي الكلام ما بيجيش بالصدفة انت بحتاج كل حاجة تترتب بالمناسبة برضه عشان مش عارفة أطلع الفواصل معلش بالمناسبة احنا بنقلق لين نعلن عن حكامنا اللي هيديره المباريات قبلها بـ 48 ساعة يعني كوني مسؤول في لجن الحكام ما قوله ماعلنش ليه يقول لا هنعلن قبلها ليلتها بالليل مثلا يزوعها او يعلنوا مثلا ساعة 12 بليل مباراة ساعة 8 بالليل يعلنوا لطاكم التحكيم ليه في خوف انا عجبني اول اسبوع ده ان كل المتشاط موعلن بدري اه بدري حلو ياريت السيستم شغل لو انت عملت ده من اول الموسم الناس قول لها هتعرف ان قبل المتشاط قبل الاسبوع بـ 48 ساعة كل الاسبوع معلن ايه المشكلة مدام انت خلاص انت وقت قرار هتعمل ده تعمله لكن انا اتأخر ليه ده في حكام على فكرة ان كنت هو انا بالعب كنت بتبلغ 10 و 11 بالليه وطلع بكرة انا كنت احيانا وكان في الناس اللي موجودة تزعل مني بيعمل تمرينة هاي تين سيتي في البدن بتاعي قول لك بكرة وماتش قول لك مش عارة فلعب بكرة واح تزعل انا ماتش جالك الساعة عشرة بالليل تعدك بكرة وماتش في دارهم متاز لأ حد واعت لسؤال مهم جدا اه انا سألك كابتين جاهده عليه ماشي جمهوري الزمالك مسؤولي نادي الزمالك القانين من الموقف الاخير ده انه الحكام في المباراة اللي جاي لنادي الزمالك يبقوا بيحاولوا مش لازم عن عمد يعني انه هما ما يساعدوش الزمالك انه هما ما يضروا الزمالك لأنا هرد عليه اقول له ان كل المسؤولين الاندية القانين الاسبوع الجاي كله فالمطلوب من ملايين الحكام ايه لو سمحت انا نصيحة للناس كلم كل حكم على حدع تليفونيا حتى طمينه كلمه نفسيا لان احنا كلنا في وضع صعب ان افتكر الموقف في كاس ام افريقيا كان عندنا في دور قبل النهائي عشرين ترتاشر كان عندنا مشكلة كبيرة في قبل النهائي كان على ما ازلتا ذكر دانيل بينت والدنيا قامت ما عادتش في البطولة احنا بعد البطولة تاني يوم التدريب بتاعنا كل ايه دي ما ايه كان مسؤول التطوير والتدريب في الاتحاد افريقي كل واحد مسك كورة قال له مش هنتدرب بدني ولا نمسك سوفارة ولا نمسك راي امسك كورة وخش في الشبكة اغبطوا كورة في الشبكة طلع نفسيا عندي عشان تخرج من الضغط انت فيه لان اي خطأ كبير زي دا زي اللي حصل دا كان ماتش قبل النهائي يوتر كل كله متوتر فانا عايز اقول له ان مش زي مالك بس هتقال كل الاندية الآن الطبيعي اللي حصل حدث مش سهل صح سواء اخطاء سواء تسريب القصص دي كلها ضغط غير طبيعي على الحكام فانا بطالب الناس اللي موجودة في اللجنة لو تكرمت تتصل بحكامك قبل الماتش بساعتين ولا بثلاث ساعات جاهسوا بنفسية دا مهم جدا ناف مع الناس وانا شخصيا هتكلم الناس انا برضو هساعد زي مايدي يعني في الاخر هتكلم الناس انت بنفسك طبعا انا مش مسؤول بس في الاخر زي عايزوا منجحوا لان الموضوع صعب الموضوع صعب جدا انت مش تخيل لو يحس الموضوع دا الحكم بحس زي ماله الناس دي انا لو حكم وبلعب وحد يكلمني عشان يديني سبورت كده ويديني دعم ويقول لي ما تقلقش انا في ظهرك مش هصدق انت في اول موقف هتسلبني أصلا حتى لو قلتنا انا في ظهرك بس اقولك على حكم صراحة الحكم بيعرفوا من اللي بيكلم من قلبه وبنيها صفية ومن اللي بي كده وكده فالحكم بيزي اسكيه جدا وكلنا انا عرف بحث وكلنا انا عرف صلوك بعض فبالتالي اللي بيكلم كل واحد معروف علي فما تلاقش الحكم اسكيه جدا اتحاد الكورة ايه ماله هتنزل والله احنا فاضل كامتين تربعة تيامة تقديم والله لو في نصيب وخلاص وصلنا للمرحلة ان ننزل مع مقايمة محترمة عشين خدمة الكورة مصرية هبقى في نصيب مفيش خلاص احنا صبرت للناس اللي موجودة تمنى لليجي بس عندك الناية طبعا لو بيتعودو مجلس الاتحاد الكورة تانى تانى نفس السؤال اهو لا 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 سؤال غيره شوية هاي يعني وراي منه بس شوه هو لو كنت عودو مجلس pesticides الكورة هتبقى عودو مجلس الاتحاد الكورة بس ولا عدو مجلس exactamente والرئيس لا بس اللي امكن انا اقولك على موقف حصل كابون قريبان محف كامتين ممم مفيش حاد هل يأخذ كل حاجة أنا طبعي يعني مش هتأخذ كل حاجة لأ أنا هبعده مجلس الاتحاد الكورة ومشرف على التحكيم هجيب رئيس لجنة وهجيب زي ما نتقول لكي خبير تطوير وهم يكونوا لجنتهم بممتال حرية ويشتغل بممتال حرية ونعمل خطة كاملة وهبقى مشرف على التحكيم لكن استحالة تمسك هنا وهنا يحبه صعب مشرف على التحكيم وعندنا يا رئيس لجنة التحكيم وعندنا مسؤول تطوير تحكيم أجنبي هنخش في تحكيم لا 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 بصها كريم أنا عمري ما بتبقى مشرف ودير بصها كريم اللي بخش لاتحاد المصر كورة القدم أنا مش قصيت هتبت تحكيم بس انت تدخل للكرة المصرية مش قصيت تحكيم بس تحكيم ده من جزء من أولوياتك لكن مش الأساس لأنت تحكيم بورا للطلابية لكل الناس اللي بتكلم آه ممكن اتكلم فيه شوية عشان أنا ده مجالي لكن انت تدخل عشان كرة المصرية مش التحكيم بس كرة مصرية فرق ناشئين فرق شباب شطئية انت بحتاج صور التصحيح لكل حاجة اخر حاجة كابتل ابراهيم بن يون الدين كان قال انه انت هيتم تحويلك للتحقيق وتفاصيل من هذا انه حصل حاجة لخلال ايام او ساعة الفاتح لا لا ما حصلش الموضوع من يون من ساعة ما قال انا على فكرة بطبيعي هادي جدا يعني من فعلش ابراهيم برضو مع الوقت هيبهادي لو الموقف ده انا مسؤول هو طبعا يا ابراهيم اولا مدير تنفيق مدير لاجئة حكام اولا انا ما عاشت على سلطته ولا رئيس تنجد حكام انا عاشت على سلطته انا ممكن اتكلم مع رئيس التحقيق ككلام ودي لكن شانت حوالي التحقيق ده مش موجود حقولك الموقف ده الموقف ده منتال امان ده لو انا رئيس تنجد حكام وحصل نفس الكلام من كابتن عصام عفتاح او كابتن جمال غندور حتى لو انا مختلف معه استحالة اقول حوالي التحقيق ده ناس اكبر مني وخبرات عني وادم مني زوقيا ما عملش ده وانت لما قلت حولك التحقيق ما يصحش ما يصحش حاجة زي كده تحصل انا عمري بعملها حتى مختلف مع كابتن عصام عفتاح ولو اختلف مع كابتن جمال غندور وطلع وقاله رأيهم رأيي المخالف للكلام اللي انا بعملو والشغل اللي انا بعملو كمسؤول استحال اقوله محولهم التحقيق استحال هو بيقول ان انا عايز اجيب حق الحك او التحكيم المصري مش عايز ايحد يهاجم او ينتفي التحكيم المصري انا كل القلت رأيي انت عايز المشكلة في ابراهيم ايه ان اتسرع يعني هو وكابتن عصام لما خرجه يهاجموا هما اما اروي قصة المحارة وربنا سمح لي سأل السؤال انا جاءت والله وعلى فكرة والاجابة انا مصرع عليها مش زعلان منها هو ده اللي لازم يحصل لازم يعندك رؤية اللي جاي لازم تغير لازم تغير شامل للمنظوم القصة في الاخر هما لو ترياسوا شوية وسمعنا قلت ايه هما سمعوش هما اروي كلمة محارة الا جاس انت في التلمي بالفساد محصلش اه الموضوع خد خد في اتجاه تاني خالص احنا متعودين اصل حتى في المحارة دي معناه ان انا بعدل بس المكان بتاعي بس بقصة انا انا عايزة اه اه مكنش فيها اساء خالص الكلام كله مفيش في اساء لحد انا وانا انا بس انا تربيتي واخلاق استحلق سيء لحد ومعنديش مشكلة مع حد من ناحية انا الشخصية النهائي انا كل اللي عندي رؤية لتطور الشامل لتحكيم المصر من ناحية انا مفيش حاجة يعني انت لو عدوا مجلس داري اتحاد الكورة ممكن تجيب كابتر ابراهيم نور الدين رئيس لك ده اه الفترة اللي بقى الاتحاد الجيدة ده لا صعب صعب محتاج فترة ياخد دورات انا وارده انا هاخد اخد دورات واطور من نفسي انا هو دلوقتي مش مؤهل ان يبقى في المنصب لا طبع لا لا طبعا الكلام بمتال الامان احنا ما يزعلش هو مني بس الكلام لا الناس دي باز انت بقى مؤهلة عشان تمسك منصب المنصب ده لازم الراجل ده مؤهل المنصب ده لا فلو مش مؤهل بخبرات وتدريب وتسقيف ووصل عشان اللي في المكان ده ويملي مكانه ومنتال الهدوء والشغل بس ما جيبوش هو لازم تختار الاختيارات له معايير انت لو مخترتش الكفاءات والناس اللي تقدر تقدم كل ما عندها للتحكيم المصري مش هتنجح لكن لو طول وقت مشت بحبيبي وصحبي وقريبي وقصر اللي ماشي دي مفيش نجاح كابتن جهات شرفت ونورت وكالعادة مفيد والقاعدة معاك دايما مفيدة وحيلوها جدا يا ربي خليك اشكرك شكرا جزيلا لست بكملين مع حضراتكم بعد الفصل الزملاء العزاء حسام زايد واحمد الهواري وكثير من الكواليس المهمة خليكم معاك معاي دلوقتي نجمين لما بيقوا موجودين تسمع كواليس الكواليس كل حاجة نفسك تسمعها وتعرف كواليسها تسمعها منهم حسام زايد واحمد الهواري حسام منور الدنيا حبيبي مبسوط ان انا معك دايما ومع الهواري ودايما مبسوط ان انا فرق معه حبيبي هواري منور الدنيا حبيبي يا كريم انا بحس ان انا في بيتي هنا بس دايما وانا معاك وباخد راحتي وانا معاك وطبعا فوجود حسام كمان حسام ايه اللي بيحصل لا احنا احنا محظوظين انا وهواري جاينا النهاردة في يوم حلو يعني في كلام كثير كشغل يوم حلو كشغل بص انا انا كويس ان انت بدأت البداية يا كريم ان احنا بدأنا البداية دي اولا عشان الازمة اللي حصلة لازم انا في وجهة نظري لازم نفصل ما بين شغل الصحفي اللي عمله صح وعمل شغله ايوه وعمل انفراد حقيقي ايوه انا بحي عليه الزميل احمد عبد الباصر وما بين انك تتكلم في مين اللي سرب او ايه المحتوى اللي جوه دي قصة تانية خالص وله الدنيا سيخنت وبتاع معمل بعمل شغلي بص انا بقول فيه حاجات يعني انا كصحفي او كإعلامي يعني بحسد الزميل انه عمل الخبطة دي بقول انا كيا سلام خبطة حلوة اوي كان نفس اعمل انا واحدة زي كده خبطة بمعنى الكلمة يعني لا ده انفراد بكل ما تعنيه الكلمة انه وصل لحاجة زي كده اما بقى قصة التحقيات بالتأكيد كل طرف حقه انه ويدور على حقه اذا كان الكابتن محمد عادل يعني ليه كل احترام متقدير منه طبعا عايزي يجيب حقه شوف مين اللي طلع التسجيل ده اللي حصل فيه هل صحيح هل مش صحيح دي قصة تانية بقى متدولة لكن مش مطلوب انه يحصل خلط دايما ما بين العمل الصحفي او المهني اللي احنا تعلمناه بجد لانه الناس بدأت تنسى ده الناس بدأت بتاخد الموضوع في سكة انتماءات واصل النادي الفلاني ااصل النادي العلاني لا ده التحقيقات الاتحاد الكرة قال ان بكرا هيعلن عنها او هيعمل اجتماع مجلس الدولة الطريق عشان التحقيقات في هذا الامر تتوقع او معلوماتك هتوصل لحد فين التحقيقات دي والنتائج بتاعتها تبقى ايه بكرا في اجتماع طارق الاتحاد الكرة والتحاد الكرة اعلن رسمي انه هو في تحقيقات شغالة وهي يتم استعراض النتائج بكرا ولكن رقم واحد اقالة لجنة الحكام بتشكيلها الحالي باستثناء الكابتن عزب حجاج دي معلومة اكيدا؟ اه خلاص اقالة لجنة الحكام بالكامل باستثناء الكابتن عزب حجاج هو اللي مكمل هيرقو سهل اللجنة مؤقتا؟ ربما يدخل معا الكابتن وجيه احمد هما الاتنين يكملوا لغاية انتخابات اتحاد الكرة ما تحصل خلاص بفضل شهر بالزبط فما فيش يعني فيش تغيير بالمعنى الحرفي هيحصل الا بعد انتخابات اتحاد الكرة فالاتنين هيديروا اللجنة وطبعا يعني الكابتن عزب حجاج او الدكتور عزب يعني صاحب تاريخ كبير جدا في التحكيم وكمان الكابتن وجيه احمد فذكر الاول اقارة لجنة الحكام بكامل معدك كابتن عزب حجاج وربما تقول الكابتن وجيه احمد في اللجنة بالزبط القصة بقى فيها تحقيقات مين اللي سرى بالتسجيل الصوتي خرج ازاي ممكن يصل الى موضوع الحد شطب المتسبب في هذا الموضوع كل ده كلام بكرة يكون مطروح امام على طاقم التحكيم وغرفة البار طاقم التحكيم يعني ما اعتقدش انه هيكون فيه عقوبة عليه خاصة بالتسجيل لانه يعني مش عايزة استسني حد لكن اكيد اي طرف في الموضوع ممكن يكون هو اللي طلع التسجيل لكن في النهاية انا بستبعد ان حد يكون من طاقم التحكيم هو اللي طلع التسجيل الصوتي لكن في النهاية تحاد الكرة هيبحث ورا الموضوع وفيه تحقيقات كمان في النيابة كابتن محمد عادل حكمنا الدولي كان موجود في النيابة النهاردة امتدت الجلسة لساعات طويلة جلسة استماعه وقدم بلاغاته فيه الاشخاص اللي هو بيختصمهم وفي النهاية الموضوع منظور امام النيابة هنشوف هيوصل عايزة اعرف منك هولي موقف الزمالك من الوضع داي طيب خليني بس اأكد على معلومة حسام بالفعل اه الكابتن عزب هو اللي هيكمل وكابتن وجيه هيخش اللجنة ده القرار اللي تم الاستقرار عليه النهاردة مش بكرة في الاجتماع لأهم اوضعين القرار كاتحاد كرة وخلينا اقول لك معلومة يا كريم إن في التحقيقات اللي حصلت مع كابتن محمد عياد الوطائم للحكام من لجنة الحكام لجنة الحكام نفسها شايفة إن فيه غلطتين بس في المطر ضربة جزاء التانية بتاعت البنك وضربة الجزاء بتاعتتهم التي عشان شايف أن الخطأ هي ضربة الجزاء بتاعتها الزمالك لأ هو خطأين ضربة الجزائي بتاع تعواد اللي هيه دخل فيها لجنة الحكام نفسها شايفة أن ده خطأ من الحكام hätten ممكن اقول حاجة بس بسيطة هو كده كده احنا مش المفهود كلنا نختلف او نتفق على اخطاء في المباراة كده كده كل المباراة بيحصل فيها اخطاء كل المباراة هي الحكاية بس في الكرة بتاعت الزمالك برضو احنا ما بعدنا مرحلة انه الكرة كانت ضرب الجزاء ولا احنا مع الحدث اللي حصل ده والتسجيل السوتي والتسريبات وانه كابتن محمد عادل لو صح التسريب انه كابتن محمد عادل قال لا مش ضرب الجزاء وباكاية راح تسبق هو ده الحالة الجدلية مش انه ضرب الجزاء صح ولا غلط عارف المشكلة في ايه ان كان فيه واعتقد ممكن حسام يتطفق معي كانت فيه حملة ممنهجة عشان يخلصوا على محمد عادل لجنة الحكام من لجنة الحكام لا هو فيه خلافات ده ما حد يقدر يغفله خلافات بسبب موضوع انه كان استبعد من القائمة الدولية وانه كان فيه خلاف ما بين الكابتن محمد عادل والكابتن ابراهيم نور الدين بشكل واضح وصريح انه كان فيه خلافات ما بين الاتنين فالخلافات دي امتقلت بقى بالشكل اللي احنا ربما شايفينه في الوقت الحالي لكن كل دي طبعا كريم فيه مشكلة في التحكيم المصري في اسرة التحكيم بقالها سنين وسنين وسنين مهما تغيرت الاسماء بتفضل نفس المشكلة اللي بره بيحارب في اللي جوه فيخرج اللي جوه يبقى بره فيحارب في اللي دخل مكانه توتر اسمها ايه؟ اسرة التحكيم منين؟ جبتوها منين دي؟ انا فعلا بكون حزين على الوضع ده لانه عندنا التحكيم المصري فيه قامات واسماء كبيرة جدا تستحق انها تكون موجودة وتاخد الفرصة كاملة والناس اللي بره تساند اللي موجود حيل كامل اهو فالحتة بس بتاعت لجنة الحكام اللجنة نفسها كريم لو كانت خرجت قالت اه فيه اخطاء في منطقهم الحكام وهيتم محاسبتهم او يعني اطلع امن بالبلدي كده امن الحكم بتاعي ودافع عن الحكم انا سبت طاقم الحكام ومحمد عادي في مرمى النيران وكاين انا مبسوط باللي بيحصل ومعنديش مشكلة وتمام ولما تلا ساعت بحاول اقمن نفسي انا بتكلم كلجنة الحكام ايبا فهي القصة لجنة الحكام السبب رئيسي في الازمة اللي احنا فيها دي وزي ما كنا بنتكلم كده او حسام بيتكلم ان هي مشاكل الله يرحمه من ايام كابتن محمد حسام تقريبا احنا كل سنة في نفس القصة جبنا كلاتنبيرج عندنا نفس المشكلة جبنا فيتور بريرو عندنا نفس المشكلة الله يرحمه ايام كابتن محمد حسام لو تفتكر وكابتن جاد جريشة كابتن عصام صيام وكابتن جمال وكابتن عصام وكابتن جمال وهو هندره وكابتن عصام كل اي رئيس لجنة حكام يعني هنلاقي نفس الاخطاء هنلاقي نفس المشكلة ليه احنا في الاخر هي زي ما انت بتقولك انا فيش حلاس مأسرة التحكيم عشان ما تحاجش عنه الرأي بيتغير ودي الكارسى الرأي بيتغير لو انت بره اللجنة عن وانت جوه اللجنة لو انت مسؤول في لجنة الحكام ممكن تطلع تقول دربة جزاء الزمالك دي صحيح عشان انت مسؤول لما تطلع بره وتحللها تحكيميا تقول لها والله انا شايف ان هي ركل جزاء الزمالك موقفه ايه الزمالك شايف نفسه ان هو بره الازمة دي الزمالك شايف ان هو تظلم اصلا في المطش يعني انا كان ممكن يديع علي كزمالك او كنادي المطش دوت بتعادل مع البنك الاهلي لاخطاء تحكيم هو برضو الزمالك شايف ان ليه يا جماعة احنا مختزلين القصة في ركل الجزاء تم احتسابها في الآخر الزمالك اولا شايف ان هي ركل الجزاء صحيحة وخليني برضو اقول لها ادراك على حاجة ومعلومة من جوه اللجنة ان الكابتن محمد عادل او طاقم الحكام في التحقيق ما اللي حصل في اتحاد الكرة اتحسبت ركلة الجزاء او كابتن محمد عادل حسبها مش عشان تلعت من الكرة من الارض في ايده لا وهي نزلة هو قالك وهي نزلة لمست ايد نمار وبالتالي تم احتسابها مش عشان الكرة نزلت ده اللي تقال في القاعدة ان الكرة لا مش راجعة من الارض على ايده لا ده هي الكرة نزلة خبطت في ايده خبطت في ايده لو يعني لما تقفها بقى لمسة في ايده وهي نزلة ولا مش لمسة دي ممكن يبقى ايه محل جدل ومحل شك لكن فكرة بقى ان احنا انت فيه كلاجنة حكام اما تطلع تقول مثلا لا ركلة الجزاء صحيحة او تطلع توضح ده لو ده حصل زي ما احنا بيقول كده المعلومة اللي عندي وده حصل اطلع وضح وقول ان تم احتساب جزاء الزمالك عشان الكرة وهي نزلة لمست ايد نمار مش وهي بتضربت في الارض اطلعت من الارض على ايده اطلع امن الحكم بتاعك لكن انا شايف ان لجنة الحكام كان بتحاول تخلص على محمد عادل وبالتالي اتنسعوا والنار طلتهم وده اللي حطنا في الازمة دي حفرت حفرة لاخيك طبعا وقعت فيها طبعا وهم بيحاولوا اؤمنوا نفسهم دلوقتي على فكرة سواء كابتن محمد فرق وكابتن بره من نور الدين بيحاولوا اؤمنوا نفسهم دلوقتي وملتزمين الصمت عشان خوفا من اي قرار ولكن القرار صدر يعني طيب هاي الحكام في مصر بياخدوا حقهم عايشين مرتحين بقوا مبسوطين هل احنا ظلمينهم هل الجمهور بيزلم الحكام في مصر ولا هم مش مظلومين انا يعني اخد تصريح بتاع الكابتن جمال غندور اللي قاله قبل كده وبيقوله دايما انه التحكيم هو الحلقة الاضعف في منظومة كرة القدم المصرية وده حقيقي يعني الحكم في النهاية هو يعني افضل شماعة ممكن تعلق عليها اخطائك او تأصيرك صح فبالتالي ما فيش حد هيدافع عن الحكم الحكم ممنوع انه هو يطلع يدفع عن نفسه او يرد او ايا كان الكلام ده كله لكن في النهاية المفروض يكون فيه الحد الادنى من الادوات اللي انت بتوفرها للحكم عشان يؤدي دوره خلينا اقولك من المفارقات الغريبة اللي انا عرفتها برضو دي كانت مفاجأة بالنسبة لي انه يعني ادارة مباراة النهاية كاسر ربطة رغم انه الطرفيها مش اندجة مهرية كان فيه تحكيم اجنبي طقم التحكيم الاجنبي خد ما يوازي 3 مليون جنيه بالعملة الاجنبية طبعا سيراميكا وزد طقم التحكيم خد 3 مليون جنيه بالمصري بالمصري بالزبط ما يوازي بالمصري 3 مليون جنيه في حين نهائي كاس مصر اللي كان بين بيرامدز وزد وكسب في بيرامدز طقم التحكيم المصري كل المرتب بتاعه 25 ألف جنيه تكلفة المطش ما خدوهاش لغاية دلوقتي لغاية اللي احنا للأحظة اللي احنا بيتكلم فيها يا راجل انا بكلمك بمعلومة بأكيد حكم الساحة بياخد 7000 جنيه وحكم الرايا والفور بياخد 5000 جنيه يا سيدي بياخد 500 جنيه بس اللي ما ياخدهمش يعني انت دفعت 3 مليون جنيه كشكل تطع على كبوته لكن 25 ألف دولج لك كتير عليه يملك ازمة طبعا يملك ازمة يفلسوا اتحاد الكورة الكورة يفلس انت بتتكلم في ايه الناس حقوقها ووفر لهم الأجواء المناسبة ان هما يشتغلوا فيها وبعدين حاسب لكن على طول الوضع اللي احنا شايفينه في التحكيم المصري ده بصراحة بيأثر على منتج مهم بالنسبة لنا واحنا لسه في أول أسبوع في الدولة ولسه بنقول يت شاء الله هيبقى الدولة السنة دي حلوة وجميل ومنتظم والدنيا لذيذة طبعا ما صدقنا خلصنا من ضغط المباريات وخلاص وراحة خمسة أيام بلل وإحنا دايما كنا متعودين أزمات التحكيم دي بتحصل إيه في الدور التاني الأسبوع الأخيرة الناس كلها بقى إيه حاسة أن الله هيهبط واللي بينافس لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم لسه بنتنفس عارف يا كريم أنا طبعا برضو متحفز على جملة الحلقة الأضعف دي أو ما فيش حاجز مش كل شوية نطلع نقول أصل اتحاد القرى الحلقة الأضعف في المنظومة بس دي حقيقة لجنة الحكام المنظومة الوحيدة اللي مالوش جمهور ماشي طبعا يعني أنا برضو عايز أفهم حاجة أنت كالجنة حكام لو اشتغلت صح وحكامك اشتغلوا صح مش هتبقى الحلقة الأضعف بالعكس يعني ما هو أنت إما كل مطش فيه أخطاء إحنا لسه من شوية بنتكلم و بنقول إيه من أيام الله رحمك قبط محمد حسام وكل لجنة بتيجي والتغييرات وأجنبي برضو القصة إحنا مش هي أجنبي ولا مصري ممكن أشارككم الموضوع وأشاركك أحسام كبير على الجملة دي بما نكلم عن حالة الأضعف أنت لضعيف يعني أنت لضعيف مش حد اللي بيضعيفك أنت لضعيف طبعا بتغير تاخد كرارات حاسمة ولا كرارات حاسمة وأندية بتكلمك تقولك أنا عايز حكام بعينهم وأندية تقولك لن بداش الحكام دول وكل ده أنت بتنفزه فأنت اللي بتخلي نفسك ضعيف مش أنا اللي بخليك ضعيف إنه قوة أو ضعف لجنة الحكام من قوة أو ضعف اتحاد الكرة مجلس إدارة اتحاد الكرة القوي بيدي دعم جامد لرئيس لجنة الحكام إنه هو ياخد قرارات مهمة محدش يتدخل في شغل ولا في عمله ولا في تعينات ولا في الكلام ده كله ده بيدي مصدر قوة أصلا للحكام إنه أنا ورايا ظهر هيسند من ويدافع عنه صح طب نروح لانتخابات تحت الكرة نروح ماذا عن معلوماتك؟ نبدأ ماشي فضل خلينا بس نلمس في انتخابات الكاف اللي هي في مارس الجاي إنها برضو مرتبطة شوية طبعا الكل بيتكلم على مهندس هاني أبو ريدا إنه هو هينزل الانتخابات الاتحاد الأفريكي متسبي كان أعلم منذ فترة إنه هو بصدد الترشح يعني ولكن خلينا أقول لك إن إلى الآن لا يوجد قرار من المهندس هاني أبو ريدا نهائي بالترشح في انتخابات الكاف ليه؟ انتخابات الكاف مش قرار أو مش رغبة هاني أبو ريدا بس أو المهندس هاني أبو ريدا بس ولكن هو قرار متعلق يعني مسلس كده إنفانتينو هاني أبو ريدا فوزي الأججع القرار مش طرق ليه؟ في خلافات حادة ما بين هاني أبو ريدا وفوزي الأججع دول جابها والجابها الأخرى متسبي خلافات شديدة جدا لدرجة أن تم التواصل مع إنفانتينو لمحاولة اقناعه بإجبار متسبي على تغيير الإدارة التنفيذية للكاف وعلى رأسهم سكرتير عام الكاف في رون وبالتالي هناك مشاكل إذا حدث توافق وتم إقناع متسبي من قبل إنفانتينو بالتغييرات دي خلاص انتخابات الكاف ماشية زي ما هي كده في سكة متسبي إذا لم يحدث ذلك سيترشح المهندس هاني أبو ريدا على رئاسة الاتحاد الأفريكي مدعوما بفوز الأججع مدعوما بأحمد وليد يحيا رئيس الاتحاد الموريتاني ودول من أهم الأسماء داخل الكاف وبعض الأسماء الأخرى وهيكونوا دول الجبهة الشغالة لتنصيب المهندس أنا أعدي معلومة ونفعلها أو أكد هالي إنه بكرة أو بعضه ممكن الكابتان هاني أبو ريدا يعني نترشحه لاتحاد الكرة المصر لاتحاد الكرة يعني خلال ساعات الرؤية هتبان ولكن طالما بقى نروح لاتحاد الكرة يعني سريعا بشكل كبير جدا ما هيبقى فيه منافس غير هاني أبو ريدا بشكل كبير جدا المشهد اللي إحنا شايفينه إن المرشح الأول أو الأبرز قايمة بقى هاني أبو ريدا بقايمته لأن طبعا زي ما أنت برضو بتوضح وضغطة وضيح مهم إن هي بتبقى قايمة مقفولة ما فيش حاجة سمعها إن كل مرشح هيألم مع نفسه لا هي قايمة مقفولة قايمة هاني أبو ريدا بالأعضاء اللي معاه الخلاف الأبرز يا كريم هو موضوع نائب أسماء كتير بتتردد ويمكن يعني حسام عنده برضو معلومات في هذا الصدد يعني اللواء بس مرياض وده كان مسؤول عن نادي حرس الحدود من قبل هو اسم من ضمن الأسماء البرزة لكن فكرة هل هيدخل نائب هل هيدخل عضو إين كان الأقرب إن هو ممكن يدخل عضوية المستشارة رحمة حلم الشريف تجمع علاقة مميزة جدا 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 بالمهندس هاني أبو ريدا وكان مسؤول عن أحد لجان الاتحاد في وقت تواجد المهندس هاني أبو ريدا قريب من دخول كنائب يعني قصة النائب هي اللي عاملة خلافات قوي أو مش خلافات راحة جاية برضو في اسم في الوسط الرياضي أتحفز على ذكر اسمه في الوقت الحالي ربما إن هو ممكن يدخل أو يكون موجود خلال الآيامة الجاية في القائمة كنائب فالأسماء راحة جاية العضوية في بعض الأسماء شبه فيه استقرار عليها أو شبه موجودة ما أعلموا إن طارق أبو العينين رئيس نادي سيراميكو كولوبات رئيس من ضمن الأسماء اللي بتنل ثقت المهندس هاني أبو ريدا بشكل كبير جدا برضو من ضمن الأسماء اللي في الصورة وقوة المهندس أو الدكتور مصطفى الشامي لأنه هو بيناقش الدكتوراه اسمه من ضمن الأسماء وبالمناسبة مهندس أو الحج محمود الشامي مش داخل السباق الانتخابي روما إنه كان أعلن هو مش داخل السباق الانتخابي أحمد حسام عوض اسمه من ضمن الأسماء اللي مهندس هاني أبو ريدا بيرغب في استقطابها ولكن في أزمة إنه هو شركة الكورة في الأعلى هو متواجد فيها فدي أزمة موجودة في أكتر من اسم الانصر والنساء طبعا ناس مظهر يعني أستاذة ناس مظهر وبرضو البعض بيرشح أسماء أخرى هاي روح للحسام وهقول لك برضو معلومات تانية ماشي تفاضي الحسام معلوماتك عن موضوع انتخابات طبعا خلاص هو انتخابات تحد الكورة بس الناس تبقى عارفة خلاص يوم الحد إن شاء الله فاتح باب الترشح انتخابات يوم عشر ديسمبر هو شهر بس ما بين فاتح باب الترشح والانتخابات هو الانتخابات بالنظام القيمة المقفولة المطلقة مهندس هاني بوريدا بنسبة 95% هو الأقرب لقيادة القيمة اللي هتخوض الانتخابات والكل منتظر طبعا هاني بوريدا باسمه بحجمه وبتاريخه وأنا بقول إنه دايما يستحق خروج أفضل من اللي حصل في 2019 هاني بوريدا بتاريخه واسمه يستحق في كرة القدم المصرية إنه يخرج خروج أفضل من اللي حصل في 2019 ربما تكون الفرصة دي وبنسبة كبيرة أنا يعني المعلومات اللي عندي إنه هاني بوريدا لن يترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي وهذا الموضوع حسم بالنسبة له خلاص خلال الساعات الماضية القيمة متفق مع الهواري برضو إنه اللي هو باسم الرياض ربما هو الأقرب يكون النائب في بعض الأقاويل بتقول المستشارة رحمة حلم الشريف أما في العضوية فيه طبعا طريق أبو العنين فيه مصطفى الشامي فيه اسم مصطفى أبو زهرة فيه الأستاذ الناس مظهر فيه أكتر من اسم متداول ولكن الغريب أنه حتى الآن لا يوجد اسم لعب كورة في القائمة الخاصة بالمهندس هنا يا بوريدا أنا سألت فقيل أنه هيبقى فيه حاجة اسمها اللجنة الفنية في اتحاد الكورة دي اللي هيكون فيها لعبة كورة هم اللي هيكونوا مسؤولين هاي من ضمن الأسماء على العضوية الأستاذ محمد الشربيني ده برضو اسم أخذ بالك يا أسماء جديدة كلها على الرأي العام والجماهير يعني وده عشان برضو الناس تعرفوا هو رئيس منطقة القاهراء السابق اسمه من ضمن الأسماء اللي وارد بالشكل جبيل جداً يكون مع المهندساني أبو الريدة في القائمة الأستاذ مصطفى أبو ظاهرة هو أحد رجال أعمال ربما يكون تقد ممكن يكون خارج القائمة يعني لسه مشاورات وراحة جاية والأستاذ خالد أبو الوفا من ضمن الأسماء المطروحة برضو أخو شقيق الحج محمد أبو الوفا مطروح ولكن أعلموا أنه هو برضو ممكن يكون خارج القائمة وارد يكون خارج القائمة يعني فيه برضو الدكتور سيديسة اسمه من ضمن الأسماء اللي وارد يدخل القائمة خليني من دلوقتي يقول الانتخابات بعد شهر تقريباً أو أزيد قليلاً يعني أقول لك ربما يكون أول قرار كمان للجديد إن ممكن يكون الأستاذ محمد الشواربي لو تتذكر أحد أعضاء اللجنة السلسية مع المهندسان الجهد للجنة السلسية ربما هو يكون مديراً تنفيذياً لاتحاد الكرة مع المجلس الجديد تمام أسأل السؤال ممكن تجيبوا عليدتو الاثنين كمان يعني يلا فرضاً الكابتن هانا بوريدا جي رئيس الاتحاد الكرة بقائمة اللي معاه موقف موقف الكابتن هانا بوريدا من الكابتن حسان المدير الفني المنتخب مصر أقول لك معلومة معلومة فيه رسائل ضمنية بعتها المهندس هانا بوريدا بشكل غير مباشر للجهاز الفني لمنتخب مصر طبعاً وعلى رأسه الكابتن حسام حسن إنه إحنا فيما معناه أن صفحة جديدة وإحنا دعمين ليك وده منتخب مصر وإنه اللي جاي هيكون أحلى من اللي راح رأيك يا أوري عجبني السؤال ماشي قد لا يكون هناك وفاق مباشر قد سهنا بوريدا والتوقام وشوفنا كابتن حسام في مؤتمر صحة فيه خرج وهاجم الجميع وقال لك مش عايزين نرجع على الناس اللي كانت موجودة قبل كده وطبعاً يعني المعنى في بطن الشعر ولكن لا أحد يستطيع أقالة كابتن حسام حسام من منصبه طالما الرجل يسير بشكل جيد وطالما المنتخب يحقق أهدافه حدش يقدر ماشي كابتن حسام حسام وبالتالي المجلس اللي جاي ده مش مجلس جاي يخلص يعني هو هيبك الدعم لكابتن فقط حالة استمرار المكاسب لا هو مطلوب أنه العلاقة تبقى جيدة عشان العمل لا هي العلاقة طبيعية هتبقى جيدة ولكن أنا بتكلم المنتخب نفسه انت مش هتيجي تخلص لو بص المنتخب وحش طبيعي ان الكل هيقولك لا نغير جماعة لكن طالما الدنيا ماشي والحمد لله احنا متقدرين التصفيات والمطشين تقدر كمان تكسبهم فهتحق أعلامة كاملة من 6 مطشات طالما المنتخب ماشي كويس كل علاقة هتكون جيدة وبرضو هنروح لحتة المجلس وربما نشوف اسم نجم كورة في المجلس اسم الكابتن محمد فضل بيتردد اسم الكابتن أحمد حسن بيتردد ربما نشوف اسم يعني أحد الوسطاء كده أو بعض المقربين طرح اسم الكابتن والجمع فممكن نشوف اسم نجم كورة موجود في المجلس ويكون هو اللي مع الملف مع المهندس آني كمشرفين عن المنتخب هاي بقى المنتخب مباراة كابفردي قائمة المنتخب هل ممكن يبقى فيها مفاجآت وعايز أعرف ليه تم إعفاء محمد صلاح طيب هو إعفاء محمد صلاح أولا طبعا المباراة الأولى بتاع كابفردي هتكون برا وعلى نجيل صناعي ففي قرار ضمنه ما بين الجهاز الفني ومحمد صلاح أنه هو مش مش هلعب على نجيل صناعي يعني حفاظا عليه فبالتالي أول مباراة مش هيبقى موجود فكان فيه أنه فرصة نشوف ندي فرص لناس تانية وده بالاتفاق ما بين الاتنين يعني عشان الناس بس ما تربطش دايما ناس بتحب تقولك فيه أزمة من كابتن حسام ما فيش أزمة أدخل كان فيه اتجاه أنه كمان إعفاء عدد كبير من المحترفين في المباراتين وأنه يبقى فيه فرصة أكبر للعيبة لوجوه جديدة يعني لكن اللاعبين المحترفين عدد كبير منهم طلب من كابتن حسام أنه نحن لا عايزين نكون موجودين وأنه نحن عايزين نشارك مع المنتخب ونكون موجودين وهو برضو غير وجهة نظره في إعفاء المحترفين عشان عايز برضو يكمل على المكاسب اللي عملها المنتخب عن التصنيف كمان تصنيف المنتخب وعايز داخل رايح موجودين كابفردي وبوتسوان يكسبهم يكسبهم بالضبط فده فيما يخص محمد صلاح تم إعفاءه بسبب النجيل المفاجآت اللي ممكن نشوفها في القائمة المفاجآت اللي ممكن نشوفها أول المفاجآت عودة أحمد فتوح مرة تانية لقائمة منتخب مصر بعد مشاكته في المباراة الأولى وخلاص بنسبة كبيرة جدا هو اللي هيقود الجبهة اليسرى في المباراة القادمة إن شاء الله المفاجآت تانية إنه ربما نشوف كمان دخول حسام عبد المجيد في قائمة منتخب مصر للمرة الأولى وأيضا ربما نرى محمد طاهر في قائمة المنتخب فتوح وحسام مجيد وطهر محمد طهر بالضبط ممكن نشوفها في القائمة بالضبط تسامت ليه نكمل كمل طيب وارد يعود إمام عشور وممكن دونجد دي نقطة دونجد أنا بختلف مع وارد وارد يعود إمام عشور من جديد للمنتخب وارد بشكل كبير جدا المنتخب مركز مع إمام أخذ بالك ما فيش خلاف قوي يعني ما فيش أزمة ما بين جاز وإمام في زعلة في زعلة خفيفة وفي تحفز على المستوى مؤخرا لكن طالما أنت بدأت تستعيد مستوىك والدنيا هتمشي مش مشطار يعني احنا مش بنخلص الباب مش مفهولة باب المنتخب مش مفهولة أو دمنا طبعا مش مفهولة على أي حد يعني الموضوع موجود ومفتوح اسم رمضان صبحي بيتردد شوية كده هيبقى متوقف أنه هو يشارك مباراة بيرامدز وإمبي لأنه هو مشاركش المطش الأولي مشكلة مع الإدارة بسيطة كده تحلت وخلصت بسبب مكافئات كاس مصر اتحلت فممكن يخش لأنه يارد نشوفه في التشكيل الأساسي البرامدز أمام إمبي لو لعب هيبقى فيه فرصة أنه هو يخش المنتخب لأن كابتن حسام على الرغم من أنه هو مش هيخلط لعبة كتير زي ما حصل مع صلاح لكن عايز يدخل بعض اللعبة يبدأ يدخلهم مع لأنه هو دايما كابتن حسام لما تتكلم معي يقول لك إيه أنا عايز أعمل حاجة زي تلحم أجيال مش فكرة بقى أن أنا إحلال وتجديد هو كابتن حسام بيحبش جملة إحلال وتجديد ولكن يحب جملة تلحم أجيال أنا بلحم الجيل اللي صاعد مع الجيل اللي سنه بيتخطط 30 فبدخل الجيل ده مع الجيل ده فممكن نشوف أسماء زي ما حسام قال كده فاتوح حسام عبد المجيد نشوف أكتر من جسم لو لعب طيب عشان الوقت هيلعب هو عايز لك على جوزي جوميز همكامل مع الزمالك ولا هيروح الاتفاق طيب النعرضة كان فيه تقارير صحفية أشارت أن وجود أو ترشيح جوزي جوميز ضمن الأسماء لخلافة استفان جيرال دايما بنروح للمصدر يعني المسؤول عن القصة يعني ما أعلموا أن جوزي جوميز تلقى عروض في الصيف رفضها جميعا مباشرة المدربة ولا رفض حصل جس نبض من بعض الأندية خلال الأيام اللي فكت من بعد تتويج الزمالك مع جوميز بالصبر الأفريكي ولكن المدير الفني والجملة دي كده نحطها بينك وصين رغم الأزمات والمشاكل سعيد بوجوده في نادي الزمالك ولا يرغب في الرحيل إلى الآن إلى الآن أنا أقول لك وبينك وصين رغم الأزمات والمشاكل بدأت لك رغم الأزمات والمشاكل الأزمات والمشاكل يعني أنه بيطلب بيطلب صفقات ما بتجلوش تأخر مستحقات وتأخر مستحقات اللعبين بص مش بقول أن مجلس الإدارة مثلا ده يعيبه أو كده المجلس ده يكون فرعونه لأن التركة يعني رهيبة لسه مبارح 800 ألف يورو لبتشيقه غير أن أنت أصلا كل شهر بتدفع 200 ألف يورو لخليب بطيب في الجدولة بتاعته ودي جدولة سامسون 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 كام هم الرقم يعني أنا عندي الأرقام بس احتراما للناس مجلس قدرات زمانك هم مش حابين يعليونه فأنا مش حابب حتى لو بعد كده تم الإعلان لك أنا عندي الأرقام هو اللعب كان ياخد تقريبا كليه مليون و300 ألف دولار بقى عقده كله التسوية يعني بالزبط 56% من المبلغ تتحسب بقى زي ما تتحسب عشان ما بقى شان اللي قلت الرقم اللي ايه لكن سامسون مضى خلاص على الاتفاقية دي يعني بنتكلم في الرقم رقم ما يقرب من هذا يعني بالزبط هنقولك 56% ويسدادوا شهريا لمدة سنتين على سنتين كل شهر هياخد رقم دي الهائل بصراحة يعني حي مجلس قدرات نزل مارك عليه وتحديدا كابتن حسين السيد والأستاذ عمر أدهم لأن المجلس بالكامل تقريبا يا كريم قعدوا مع سامسون ما توصلوش لأي اتفاقية ولكن كابتن حسين وأستاذ عمر أدهم قدروا أنهم بعد جلسات كثيرة يعني يحلوا الأزمة عايزة عليك على اكتمام وزير الشهور برياضة الأستاذ جمان علام رئيس التحدي الكرة وأيضا الزيارة اللي عملها الكابتن حسين اللبيب ومجلس دارة نادي الزمالك أو اللي كان حاضر يعني الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه من السندوق كابتن أحمد سليمان كان الغرض منها توجيه الشكر لوزير الشهور يضع على الدعم اللي حصل فيه الأزمة الأخيرة لسلسة الفريق فيما يخص الأستاذ جمان علام كان فيه جلسة يعني خلينا أقولك كريم جلسة عاصفة بمعنى الكلمة بسبب ملفين مهمين للغاية الملف الأولاني ملف اللي حاصل فيه تحكيم ملف التحكيم الخاص بموضوع التسنين تسنين اللاعبين والحاصل والقصة وأنه لازم يكون فيه تدخل يعني الفترة الجاية هيكون فيه تدخل كبير جدا ورقابة على موضوع اللعيبة والتسنين في قطاعات النشئين ويكون فيه تدخل عميق جدا من التعادل كورة بالتعاون مع الوزارة طبعا في هذا الملف لأنه ملف مهم جدا وزي ما قلت لك ملف التحكيم وملف التسنين هو ده اللي كان فيه الكلام الأساسي من نهارد طيب قصة الإقافة الكوية في نادي الزمالك إمتى هتتحل بص آخر حاجة بس في جميز ديت مجلس إدارة نادي الزمالك فتح مع ملف التجديد ولكن مش رسمي يعني مش قاعدة رسمية وجسة نابدة كده لأنه الرجل بياخد خمسين ألف دولار وده رقم لا يوسكر يعني فهم بيحاولوا أنهم يبدأوا مفاوض ويوصلوا للديل المقبول يعني نروح لكسة إيه بقى كاف الكوية 819 ألف يورو رقم كبير جدا طبعا كريم النادي الزمالك خطته إيه أنت طبعا الحكم اللي جاء لك وحيثيات الحكم أن خلال 30 يوم من صدور أو وصول القرار لنادي الزمالك القرار وصل يوم 31 أكتوبر معك 30 يوم تقدر أن أنت تطعن على هذا القرار في الفيدرالية السويسرية ناتذة مالك هيتطعن ولكن أمتى يطعن ودي معلومة مهمة جدا آخر الشهر ليه آخر الشهر هم عايزين القرار هيوقف الحكم يعني هيوقف إقاف الكوية وبالتالي هم عايزين يأخروا لآخر الشهر عشان يحاولوا يدخلوا يناير مفيش إقاف كوية فه فتقدر تجيب لعيبة تأيادها في يناير ومن ثم تقفل بقى في الصيف حقدر تتحلها تحلها لكن لكن هتتحل وهيخلصوا منها يعني خلصوا من كتير ومن أزمات كتير جدا 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 هيخلصوا من القصة وهم مش طرف فيها عشان برضو ما كاتش قصتهم يعني خالص صحيح هولي نورت الدنيا وشرفت بشكرك شكرا جزيلا كالعادة مميز ورائع حسام كالعادة بتنور مكانك بشكرك شكرا جزيلا شكرك شكرا جزيلا ختاب حالية النهاردة من رقم عشر يا رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على البكر